موسيقى مساء الخير على حضراتك ومساء الخير على كل جمهير النادي الاهلي في كل مكان ورحب بحضراتك في ليلة جديدة من ليالي رمضان 11 ليلة من رمضان عدوا سريعا جدا يا رب تكون ويكون باقي رمضان خير وسعادة على الجميع خاصة على نادينا النادي الاهلي اللي ان شاء الله بإذن الله عنده مبرأة مهمة جدا جدا يوم السبت اللي جاي ان شاء الله مع نادي الرجاء في 11 يا اهلي البطولة ان شاء الله يطوق بها النادي الاهلي تكون البطولة التالتة على التوالي وال11 في مسيرة النادي الاهلي كل يا رب الخير للجميع وخاصة لفرقتنا ان شاء الله يوم السبت اللي جاي خلونا نرحب طبعا بصديق محمد فارس مساء الخير عليك يا فارس سيد نور يا كابتن هاني وأكيد أنا مستمتع بالتواجد مع حضرتك العادة خلال شهر رمضان ونتمنى زي ما حضرتك قلت أن رمضان يكون النادي الأهلي يسيب ذكريات فيه مهمة جدا طبعا جمهور النادي الأهلي بيحضر بساعة مهمة جدا 20 ألف متفرج في ملعب الأهلي والسلام وأعتقد ده شيء مهم جدا جمهور النادي الأهلي حضرتك حتى كنت قلت الحلقة اللي فاتة كابتن هاني قد إيه الجمهور مؤثر ملعب بالأهلي والسلام 20 ألف فيه عدد جاك جدا لأن الملعب مساحته مش كبيرة فال20 ألف يقدروا يكونوا مؤثرين فيه بشكل كبير يقدروا يأذروا الفريق يقدروا يحسسوا الفريق أن هم موجودين ودائما بيقول صوت أصلا مشجع الأهلاوي بألف من أحيه مشجع آخر فأعتقد الدور بقى بتاع اللاعب صحيح صحيح أنا باتفق معك تماما وكان طبعا شكر طبعا لأجهزة الدولة اللي طبعا زي ما بنقول هي دي السعة الحقيقة للإستاذ طبعا في بعض المناطق مقفولة لكن 20 ألف وزي ما بنقول لو حتى 10 ألف أعتقد صوت جماهور النادي الأهلي بترج الإستاذ في أي مكان تواجد فيه وإن شاء الله يكون إن شاء الله يوم سعيد على النادي الأهلي لأنه زي ما بقول لحضراتكم هي مباراة مباراة صعبة ما في الشك أمام فريق جيد جدا وحنتكلم بالتفصيل طبعا عن هذه المباراة في خلال حلقتنا النهاردة لكن خلينا قبل ونخش في التفاصيل النهاردة كان فيه يعني عقد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة اجتماع إدارة قناة النادي الأهلي مع مجلس أمناء قناة النادي الأهلي بحضور طبعا الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الأهلي المهندس سيف الوزيري رئيس شركة استادات الوطنية وحضر من مجلس أمناء النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي أمين السندوق والأستاذ محمد أداماتي عضو مجلس الإدارة ومي عاطف عضو مجلس الإدارة والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وكمان حامد عز الدين ده عضو مجلس أمناء القناة حضر من جانب قناة النادي الأهلي المهندس سيف الوزيري رئيس شركة استادات القبضة والكابتن إسلام الشاطر الرئيس التنفيذي لشركة لايف والأستاذ إهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي ودرندوي الهواري الأستاذ المستشار الإعلامي للشركة وأحمد سيف المدير المالي للقناة الاجتماع طبعا جاء لبحث سبل التنصيق والتطوير خلال المرحلة المقبلة عرض خطة البرامج الجديدة تطوير المحتوى خاصة أن الفترة اللي جاء إن شاء الله ستشهد العديد من المفاجآت داخل قناة النادي الأهلي اللي بتسعد جماهير النادي الأهلي في كل مكان خلال الاجتماع كان واضح جدا التفاهم الكبير بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس سيف الوزيري تحديدا فيما يتعلق بسياسات القناة ورؤياها المستقبلية إن شاء الله خلال الاجتماع كمان شرح الكابتن إسلام الشاطر الخطة الموضوعة واللي تم تحضيرها من قبل إدارة قناة النادي الأهلي كمان تقدم الأستاذ إهاب الخطيب بالمحتوى الخاص بالبرامج المستقبلية اللي بيتم تحضيرها لانطلاقها على شاشة قناة النادي الأهلي فضلا عن تقديمه للتصور العام للقناة خلال الفترة المقبلة زي ما بقول لحضراتك وزيما النادي الأهلي دايما بيهتم بالفرق الرياضية والمنشآت والتطوير كمان يا فارس يعني الرؤية الإعلامية والوجهة الإعلامية الخاصة بالنادي الأهلي تتمثل في قناة النادي الأهلي كمان بتشمل تطوير أكتر من رائع في الفترات اللي فاتت وكمان فيه خطة مستقبلية إن شاء الله يعني تسعد كل جماهير النادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي طبعا يا كابتن هاني النادي الأهلي وإدارة قناة النادي الأهلي دايما شركاء نجاح يعني بيكون في تعاون إن إزاي تخرج بالمحتوى اللائق اللي يصل لجمهور النادي الأهلي شاشة قناة النادي الأهلي يا كابتن هاني أنا هقول لحضراتك يعني لا إبالغ رقمت حضراتك أنا فيه أصدقاء دايما بيجوا يقولوا إحنا طول الوقت عندنا قناة النادي الأهلي حتى لما نيجي لحد ما ننام آخر اليوم قناة النادي الأهلي شغالة عندنا طول الوقت إحنا حسين بارتباط قناة النادي الأهلي بتدخل كل بيت أهلاوي قناة النادي الأهلي خصوصا في المساحات الإعلامية اللي حصلة حاليا وأكيد الإعلام اختلف عن زمانة كابتن هاني وبقى فيه سوشيال ميديا وبقى فيه منافسين أيضا لهم إعلام قوي فدور القناة مهم جدا طبعا زي ما أنت بتقول السوشيال ميديا وقد قطاع كبير جدا من اهتمامات الجماهير ولكن ما يميز قناة النادي الأهلي أنه فيه معايير واضحة وفيه خطوط عريضة بنمشي عليها أي كان أي واحد متواجد من أكبر واحد لأصغر واحد في قناة النادي الأهلي فيه استراتيجي وفيه يعني زي ما بنقول خطوط عريضة بتتمثل في مبادئ النادي الأهلي وده المهم جدا أن قناتنا دايما قناة زي ما حضراتكم شايفين اجتماعات مستمرة لتحسين وكمان دايما بنبص للأفضل القناة النادي الأهلي ومسؤولة عليها طبعا السيف الوزيري كمان والتفاهم الواضح ما بين كابتن محمود الخطيب كابتن إسلام الشاطر إهاب الخطيب كل دول يعني بيسعوا جاهدين لتقديم أفضل صورة وأفضل محتوى ومهم جدا اللي بتكلم عليه المحتوى مهم جدا جدا وده اللي بيسعى ليه قناة النادي الأهلي اللي تحسينها في الفترة اللي جاية وكل ده الأهم من كده تحت طبعا شعار ومبادئ النادي الأهلي اللي مش هتتغير طوال التاريخ هو ده كابتن إهاني اللي أنا كنت عايز كمان أأكد عليه دايما أنا بقول فيه مسؤولية كبيرة جدا أن أنت تبقى تظهر على الشاشة وشعار النادي الأهلي موجود على شاشة قناة النادي الأهلي لأن ده بيحملك مسؤولية أنت عندك أكواد أخلاقية خاصة يعني أكيد طبعا فيه المساق الإعلامي وفيه أكواد إعلامية كلنا بنتبعها ولكن كمان النادي الأهلي كمنظومة ومؤسسة عنده دولاب عمله الإدارية عنده مبادئ زي ما حضرتك قلت عنده شكله ومنهجه اللي كل حاجة لازم تخرج بدا لو حضرك هتلاقي مسؤول بيتكلم في النادي الأهلي هتلاقيه بيتكلم بشكل معين في القناة مسؤول بيتكلم بيتكلم بشكل معين إعلامي داخل القناة بيتكلم بشكل معين كل ده لأن أنت بتحكمك مجموعة من المعايير والضابط اللي مش موجودة في أماكن كتير جدا زي النادي الأهلي فبالتالي ده عيب أكبر يا عكبتين عيب أكبر وكمان عايز أفكرك وأفكر سادة المشاهدين والفترات اللي اتعرض فيها النادي الأهلي لهجوم داري وكان هذا الهجوم خارج على النطاق والسياق الرياضي بشكل كبير خارج على النطاق الإعنامي بشكل كبير كنا حرصين في قناة النادي الأهلي أننا نلتزم تماما بهذه المبادئ ونلتزم تماما بهذه الخطوط المحتوضانة ومحتوطة في شعارات النادي الأهلي من مبادئ وأخلاق وإعلاء مصلحة الوطن عن أي مصلحة أخرى ولغاية ما أثبت النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي إننا كنا صح لأن كان فيه فترات كثيرة جدا جدا كنا نتهاجم كأعلميين موجودين في قناة النادي الأهلي إن إحنا ما بنردش بالمثل إن إحنا ما بنطلعش يعني العين بالعين والسن بالسن لا فيه فترات معينة كان الالتزام هو شعار قناة النادي الآلي الهدوء هو شعار قناة النادي الآلي مبادئ النادي الآلي كان هي السمة السائدة لكل من يعمل في قناة النادي الآلي ومرت الأيام واتضح إنه هو ده السبيل الأقوى والأسرع للحفاظ على حقوق النادي دي المنهجية يا كابتن هاني لو نرجع لكابتن محمود الخطيب في وقت شهير جدا في كلام ألقاء على جمهور النادي الآلي وعلى الإعلام قال ده قال إن إحنا ما بنفردش في حقوق النادي الآلي ما بنسيبش حقوق النادي الآلي ولكن بتحكمنا معايير تخلينا وإحنا بنرد وإحنا بناخد أي خطو وإحنا بنعمل أي حاجة والنادي الآلي بكل مؤسساته وأزرعه الإعلامية أو الإدارية بيعمل ده بأكواد وضابط النادي الآلي فأنا تمنى إن شاء الله الرؤية دي تعكس ده وتستمر في الشراكة الناجحة اللي بنشوفها سواء من مسؤولين شركة استادات الحياة اللي وفروا إمكانيات كبيرة جدا أو من مجلس إدارة النادي الآلي اللي أيضا عنده رؤية زي الفريق يا كابتن هاني زي فريق النادي الآلي وإذا المهم جدا يعني السياسة المحطوطة القناة النادي الآلي دايما تبقى فيه تيم وورك فيه تيم شغال بشكل مباشر إذا كان على مستوى إدارة القناة على مستوى الأكبر في برزنتيشن على رأسهم طبعا صيف الوزيري فيه تفاهم واضح جدا وفيه تنصيق على أعلى مستوى والمستقبل كمان بنبشر كمان جماهير النادي الآلي إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون لها محتوى مميز جدا 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 مع التطوير يعني كل يوم بيحدث جديد وكل يوم بيكون فيه تطوير وإن شاء الله زي ما عودتنا قناة النادي الآلي وأي اسم النادي الآلي إذا ما بتحط تحت أي شعار أو أي يعني مؤسسة أكيد بيكون النظام والاستقرار هو شعار هذه المؤسسة وبالتالي كلنا يعني كلنا سعداء وكلنا يعني عندنا نوع من أنواع الفخر والسعادة إن احنا بنشوف هذا التعاون الكبير جدا وإن كمان الرجال اللي حضراتكم شايفينهم في الصورة بيسعوا وبيشتغلوا جاهدين لتوصيل أفضل صورة ومحتوى يعني محتوى محترم يليه باسم النادي الآلي وجماهير النادي الآلي ده يا كابتن هاني وأنا بأكد على كلام حضرتك وصعب أي قناة تخص نادي تستمر للسنوات دي يا كابتن هاني احنا بنشوفه حضرتك أكيد بتتبع كرة أوروبية يمكن محتوى القنوات الفئوية أو الخاصة بالأندية ما بيكونش بالشمولية دي وبالشكل ده ولكن دايما ده في رعاية مسؤولينا النادي الآلي وأيضا مسؤولي القناة وعلى رسوم استاذ سفي الوزيري وكابتن اسلام الشاطر أكيد واستاذ ياب الخطيب وأيضا زي ما حضرتك قلت مجلس إدارة النادي الآلي متمثل في كابتن محمود الخطيب وكل المسؤولين عن الملف ده نتمنى الأفضل أكيد للقناة أكيد نتمنى الأفضل لقناتنا والنادينا ودايما في ظل السوشيال ميديا اللي احنا عايشنا دلوقتي والتريند منافسة صعبة منافسة صعبة في إطار أنك بتحافظ على قواعد وعلى أساس الصعوبة أنك تحافظ على أساسك وتحافظ على المبادئ اللي أنت باني عليها قناتك وباني عليها ناديك أنك تحافظ على هذه المبادئ في ظل سرعة البرامج الأخرى في نسب المشاهدة والتريند اللي يطلع بدون خلفية واضحة للمحتوى ده شيء مهم جدا ده شيء مهم إن شاء الله كل التوفيق لإدارة النادي الأهلي متمثلة طبعا في كابتن محمود الخطيب نتكلم على كابتن إسلام الشاطر إيهاب الخطيب كابتن إيهاب الخطيب طبعا سيف الوزيري اللي بيقدم مجهود أكثر من رائع في مجالات كثيرة جدا جدا تخص الكرة المصرية ومن ضمنها طبعا النادي الأهلي إن شاء الله كابتن هاني كل التوفيق لقناة النادي الأهلي فيما هو قادم إن شاء الله دايما دايما نوعاتكم من شاشة قناة النادي الأهلي تلبي كل طموحاتكم لكن أيضا عندنا جمهور النادي الأهلي كان بيدعم في هاشتاج شهير مبارح تصدر تويتر وتصدر وسائل التواصل الاجتماعي كلها وكان بيطالب النادي الأهلي بتحييه البطولة وكان بيقول إلعب على البطولة بروح الأبطال ويمكن ده هتاف شهير شهير لجمهور النادي الأهلي طبعا جمهور النادي الأهلي زي ما قولنا كابتن هاني بيعمل دوره في الملعب برة الملعب كل حاجة ليك كلاعب بيوفرها لك كل الدعم بيدهو لك يمكن أنا بشوف إن كل الجماهير في الأندية بيبقوا انعكاسات لمرضود الأندية إنما جمهور النادي الأهلي مختلف شوية كابتن هاني فاعل ومؤثر ودائما باخد من كلمة كابتر محمود الخطيب ايضا ان هو شريك في النجاح يعني ده حقيقي شريك في النجاح وده واضح في كل الخطوات النادي Paris ودا bakalım الوضوح ده بيظهر اللي اني اتكلم بكل امانة في الاوقات الصعبة يعني دايما بتظهر في الاوقات الصعبة اوقات الفرح والنجاح كل الدنيا بتفرح وكل الناس بتفرح وده العادي لكن ما يميز النادي الاهلي في الاوقات الصعبة دايما سبورت الفرقيته سبورت الناديه زمات كتيرة جدا جدا مرت على النادي الأهلي خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا على مستوى الإدارة على مستوى مجالس الإدارة ولكن كان يعني زي ما بيقولوا حقق الصد الأقوى هو كان جماهيري النادي الأهلي على مستوى الفريق الأول على مستوى مجلس إدارة النادي الأهلي ودايما جماهيري النادي الأهلي هي الداعم وحقق الصد الأول في النادي الأهلي وعشان كده عايز أخذك لجزئية كمان الفترة اللي فاتت واحنا بنستعد طبعا ونتكلم على مباراة الرغاء لكن كمان الفترات اللي فاتت كان فيه اخطاء تحكمية كتير ولما اقول اخطاء تحكمية كتير خليه طبعا اقول بما ان كمان انا قد تلعب كورة لما بنتكلم على اخطاء تحكمية خلينا نبعد شوية ان احنا ما كناش ظاهرين بشكل كويس انه عندنا بعض الاخطاء الفنية انه عندنا بعض المشاكل في بعض الخطوط ده شيء على جنب ونعترف به أن النادي الأهلي مش في أحسن حالاته في الفترات اللي فات. ده جزء كلنا معترفين به. لكن كمان لازم نجيب حق النادي الأهلي في المجال التحكيمي. ده حقيق. حالات كتيرة جدا مرت على النادي الأهلي في خاصة المبارات الدوري. وطبعا شبناها في مبارات المصري كان شيء يعني مزع عنا بجانب زي ما بقول. مش عذر لهزمتنا من النادي المصري. النادي المصري كان على مستوى الفني أفضل شوية. ولكن كمان لازم نتكلم على التحكيم بشكل مباشر. كابتن هاني حضراتك بدأت بفكرة مبارئ النادي الأهلي ده جزء منها. وهو فكرة أن أنا غير دايما شايف عيوبي. شايف أنه عندي مشكلة. حضراتك بتقر أنه كان فيه مشكلة فنية عندنا. ولكن دايما بنقول للجمهور كده أن ده ليس مبرر إطلاقا. أن احنا نتغاضى عن حق من حقنا. يمكن الموسم اللي فات شفنا. أنا بشوف أن اتفرجنا على فيلم برعاية كابتن عصام عبد الفتاح. وكان ليه أبطال نغبة من ألمع نجوم التحكيم. شفنا أخطاء أسارت على مسيرة الدوري والنادي الأهلي. ما عندناش استعداد أن ده يتكرر. خصوصا لما يبقى فيه بوادر. والبعض بيتكلم في أن الأخطاء الفنية موجودة. أنا بأكد ده. ولكن كمان حضراتك عارفة كابتن أي منافسة رياضية عاملة زي إحنا اتنين في تراكسة بقى. أو إحنا اتنين في منافسة سباحة. صحيح. صحيح. أنا حيجي وقت حتعب. ده طبيعي. بس لما تعب أنت بتشديني لتحت. على الجانب الآخر ممكن أشوف فرق أخرى في اللحظة اللي بتتعب فيها لا بتتزقل القدرة على المنافسة. وده شيء في منتهى الخطورة. زي ما بقولك فارس إحنا بنطلب بنطلب العدل. يعني دايما بنطلب عملية العدالة. العدالة صعبة. ما فيه شك. الموضوع صعب. ولكن لما يكون فيه أخطاء سوري في اللفظ بهذا يعني من حكام على مستوى أخطاء واضحة كمان يعني في وجود كمان الفار. وهنتكلم أنا وأنت على موضوع كمان الفار دوت. لما يكون فيه أخطاء بهذه السزاجة. وحتى على مستوى الفار اللي ممكن جدا اللي قاعد على البار. ممكن يرجع ويقدم ويشوف. وتطلع النتيجة بهذا المنظر. أعتقد ده شيء لازم نقف عنده. تاني بأكد ده مش يعني تبرير لمستوى النادي الأهل. خاصة الممبرارة اللي فاتت. ولكن ده حق. لازم النادي الأهل ياخده. وطبعا الأخطاء أو النواحي الفنية. إحنا قادرين عليها يعني. إن شاء الله بإذن الله. إحنا معنا. عندك أمثلة كتير يا فارس. معنا الحالة الأولى في المباراة. كانت مدافع النادي المصري. بعد تسجيله الهدف. حط التيشرت على وشه. وكان بيحتفل. طبعا مخالفة قانونية واضحة. بتستوجب الإنذار يا كابتن هاني. كانت دي نفس المدافع ده. خد إنذار فيما بعد. وخطأ في تطبيق القانون. من كل طاقم التحكيم الموجود. بنشوف بعد كده للأسف. اللاعب ده في الديا 86 بياخد إنذار. كان هنا ممكن يكلفه طرد. أنا عايز أسأل حضرهاك حاجة كمانا كابتن هاني فنية. لو مدافع خد إنذار في الدياة 8 من المباراة. هل ده ما يأثرش على أداءه الفني لصالح المنافس أو للنادي الآليم؟. ما فيش شك. ما فيش شك. أكيد بيحصل عملية توطر إلى حد ما في أداءه. ما فيش شك. أنا كنت مدافع وعارف. يعني لو أول عشر دهائق خدت إنذار. أوتوماتيك حبدأ أفكر في أي تدخل ممكن أتدخل فيه مع أي مهاجم. وبالتالي ممكن ده يأثر على أدائي. ممكن جدا بعض المدربين بيتم تغييره خوفا من الإنذار التاني. وبالتالي طبعا بالنسبة للمدافع في أول عشر ده يأخذ إنذار. وبعض الناس كمان علاقت على الصورة ده ونوضحها تاني. وكمان استوديو النادي الآلي ووضحها بشكل مباشر وجاب قانون كرة القدم وقانون تحكي في هذه النقطة. إن بعد أن ده ستقول لك ما ألعش التشيرت. القانون بيقول في الحالتين إذا كان يعني ألع التشيرت أو غطى راسه بالتشيرت في الحالتين. الحالة اللي معنا بالزبط. هي الحالة اللي معنا بالزبط. وجب الإنذار. وبالتالي كان يجب إنذار هذا اللعب. اللي إحنا تاني بنقول مش مبرر كان ممكن جدا. اللعب ده يأخذ إنذار ويضطرد. وممكن تكون النتيجة هي هي. نحن نتكلم نتكلم على حقوق ونتكلم على الشكل معين. إن دوت جزء كان مهم جدا من أخطاء التحكيم في المباراة. ده كابتن محمود عشور كان معنا حكم ساحة. ده طبعا القانون كابتن هاني اتكلم فيه. معنا أيضا لعبة تانية. وهي ركل الجزاء. هنا محتاجين نركز في إن حكم الساحة هو الكابتن محمود عشور. حكم الفار هو الكابتن الحنفي. لأن القصة دي مش هتبقى عشوائية. وده اللي يخوف يا كابتن هاني. لأن حنبني على اللي بنقوله ده مجموعة من التراكمات. تؤدي إلى نتائج. عندنا لقطة تانية لكابتن محمد شريف. كرة فيها شك كبير جدا في ركل الجزاء. وأكتر من خبير تحكيمي. أكد إن هي ركل الجزاء. زي ما الصورة. أنتوا شايفينها. طبعا ما فيش أي تدخل من الفار بقيادة الحنفي. وما فيش أي قرار من محمود عشور حكم الساحة. معنا لعبة أخرى. نقدر نستعرضها. وكابتن هاني يعلق عليها. دي لعبة محمد شريف. دي لعبة محمد شريف. والمشكلة أنت قررت كذا مرة من كذا. واضح جدا أن لعب المصري. يعني قد شلوت لمحمد شريف في إيديه. طيب هي من برّة يا كابتن. لو هنقول إن هي من برّة. تمام. يتحسب فاول. ويتحسب غير الفاول. دي فرصة محققة لتسجيل هدف فيها كل الشروط. مع احترامي لأي خبير تحكيمي. اتكلم في إن عامل الحيازة. لا. اللاعب مواجه للمرمة. الكرة في اتجاه إن هي تسقط قدامه. وليه أفضلية يا كابتن هاني. أنا لما اتطرد عندي مدافع. وأيضا أمام محمود عشور. لم يحرك ساكنا. وما فيش أي قرار بيتاخد. معانا بقى كابتن هاني لعبة بعد كده. دي بقى محتاجين نشوف تفاصيلها. لأنه هتاخدنا الحاجة تانية خالص. وهي حسام حسن. هنا بيتشد. شده جذب. زي ما تقال مع المدافع. كان التبرير إن هنا فيه ماسك. فمحمود عشور ما خدش. لأنه حسام حسن ماسك. ولكن اللي على الفار مين؟ الحنفي. الحنفي ليه لعبة أغرب؟ هو كان على الفار أيضا في مباراة الزمالك. وسيراميكا كلباترا. كان سيراميكا كلباترا لو استعرضنا اللعبة. له أيضا لعبة واضحة جدا على طارق حامد. والمسلوسي فيها نفس الدفع. طيب إحنا هنا حنيجي. حد حيقول طب ما الحنفي موجودة على الفار. وبالتالي الحنفي برضو ما أشارش المحمود معروف في اللعبة دي. إن هي فيها أصدق. اللي معروف كان هو الحكم. ما أشارش ليه بوجود راكل الجزاء. إذن هو معيار واحد. هنا البعض يقول إن معيار الحنفي واحد. إن هو حكم بيشوف إن النوعية دي من اللي التحامات ما فيهاش حاجة. نبدأ نقلق إمتى بقى كابتن هاني. لما نشوف اللعبة اللي بعد كده اللي كان فيها الحنفي حكم ساحة في مباراة الزمالك وفيوتشور. سيف الجزيري بيلتحم مع مدافع فيوتشور. برضو نفس النوعية من الشد والجذب. الحكم اللي موجود على الفار في اللعبتين. لعبة الصالح الزمالك ما بيحسبش راكل الجزاء عليه. ورعبة الصالح الأهل ما بيحسبهاش راكل الجزاء. هو حكم الساحة اللي بيصفر وبيحسب راكل الجزاء لسيف الجزيري. نفس الحكم. ما هي دي المشكلة لو بنتكلم على معيير لازم تكون معيير سابتة. وأنا في رأيي أنك لو أنت قاعد على الفار دي الموضوع بالنسبة لك بيبقى أسهل كتير. يعني أسهل كتير. ممكن يكون حكم الساحة زاوية رؤية ما شافش الكرة كويس. وبالتالي ده الفار معمولة عشان كده. علشان لو الحكم ما عندوش أو يعني زاوية الرؤية مش متاحة أو حاجة حصلت من ظهر الحكم ده لازم يكون موجود. وبالتالي هنا المعيار. أنت ماشي بأني معيار. التناقض ده غريب. طبعا عملية أنك في معيار أثناء مباراة أثناء منافس أثناء فرقة أخرى بتاخد بمعيار مختلف عن معايير معينة لفريق معين. أعتقد ده كمان. خلينا أقول بس للأسف. للأسف كمان ده ما يخلناش يعني مستغربين إن إحنا ما عندناش حكام في كاس العالم. يعني حتى على المستوى الأفريقية ما فيش حكم مصري متواجد في كاس العالم. ولا في المرحلة الفاصيلة اللي فاتت. ولا حتى فيه يعني النوك آوت بالنسبة للخمس مباراة الحاسمة للوصول لكاس العالم. فخلينا نقول ده كمان مؤشر. مؤشر خطر جدا للتحكيم المصري. ودايما بنقول إحنا سبورت للحكام ودايما إحنا وراء الحكم المصري. ولكن أعتقد إن لازم يكون فيه ثورة في التحكيم المصري. علشان يبقى كمان زي ما كنا نتمنى المنتخبنا يتواجد في كاس العالم. كمان وجود الحكم المصري فيه على المحافل العالمية. ده مهم جدا جدا. وبالتالي خلينا نقول إن التحكيم في مصر أكيد عايز وقفة وعايز شغل كبير جدا جدا. على مستوى إدارة المباراة على مستوى اتخاذ القرار على مستوى الفار. سرعة اتخاذ القرار في الفار كمان يا جماعي كلنا نتفرج على الفريمير ليج. سرعة اتخاذ القرار في موضوع الفار مهم جدا جدا. مهم جدا لسرعة الرتم في المباراة. مهم جدا لللعابين داخل الملعب. إنه خلاص فيه سرعة القرار وبالتالي ما فيهش جدال. مهم جدا كمان لسقط الحكم في نفسه وفي قراراته. فده مهم جدا إن شاء الله الفترة اللي جاي يكون فيه يعني ثورة حتى على مستوى التحكيم في مصر أنا في رأيي هذه التغييرات تبدأ بوجود خبير تحكيم أجنبي بعيدا عن كابتن وصمع في خلتحها رأي المنظومة ولما ده شوف إن حكم أيضا اللي كان موجود في مباراة فيوتشر النادي الأهلي كان ليه ركل الجزاء واضحة الأكرم توفيق ويكون نفس السنائي محمود عشور والحنفي وأيضا مباراة الإسماعيل اللي فيها ركل الجزاء لأجاية في المسم اللي فات في ناية الدوري وقصرت بشكل مباشر على خسارة النادي الأهلي الدوري يكون نفس السنائي يا كابتن هاني هو اللي موجود مع بعضه محمود عشور والحنفي أعتقد فيه مؤشر غير مفهوم بالمرة إن نقاط مباريات هي اللي بتتكرر إن الأهلي يخسر فيها برعاية اتنين حكام هم هم ده مستحيل يكون من سبيل الصدفة في رأيي ولو من سبيل الإهمال الفني في مباراة أو التانية مستحيل يكونوا متواجدين في مباراة المصري نتمنى إن الأمور يتم تداركها لأن الوضع سيء جدا والنادي الأهلي لن يسمح بتكرار اللي حصل للمسم اللي فات أعتقد معنا بقى كلام عن أيضا حكم نتمنى إنه يظهر بالشكل اللائف في مباراة الرجاء يا رب إن شاء الله طبعا مباراة الرجاء الحكم طبعا الكنغولي نادلة ده طبعا حكم مباراة طبعا مباراة النادي الأهلي والرغاء إن شاء الله يوم السبت الحكم الكنغولي طبعا حكم للمباراة وتعالوا مع بعض نشوف يعني كده فيديو صغير عن هذا الحكم وإن شاء الله يكون إحنا بنطلب العدالة العدالة لازم تكون موجودة وطبعا التحكيم الأفريقي فيه لي وعليه ولكن خلينا نشوف فيديو عن نادلة الحكم إن شاء الله حكم مباراة النادي الأهلي أمام الرجاء يوم السبت إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حكم مميز على مستوى القدرات البدنية والقدرات دايما قريب من الألعاب ولكن أحيانا بتكون عنده قرارات غريبة اتكلمنا الحلقة اللي فاتت يا كابتن هاني عن وجود الفور في دور الربع النهائي وحسنا فعل الاتحاد الأفريقي طبعا إحنا كنا نتكلم إزاي وملف ضغطنا به وضغطت قناة النادي الأهلي فيه بشكل كويس كان حتى الناس كابتتكلم إن احنا اهتمينا بالنقطة دي والاتحاد الأفريقي راح للحتة اللي احنا كنا نتكلم فيها تسوقيا وعلى مستوى كل الأمور اللي مفترض إن احنا نشوفها في دور ربع نهائي يليق بالكرة الأفريقية طبعا هنطلع لفاصل ولسه رحلتنا معاكم مكملة وتفاصيل مهمة جدا في الأهلي في رمضان أهلا بحضراتك مرة تانية في الأهلي في رمضان وخبر كل السوشيال ميديا كتبته النهاردة وكان خبر اليوم تعيين الكابتن إهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب وتوجيه الشكر لفنجادة وإهاب جلال طبعا هو خليفة كروش كان فيه أحداث كتيرة جدا لأيام اللي فاتت هل مدرب أجنبي هل مدير فني مصري لكن استقر وقرر مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة القدم في جلسة يوم الثلاثة النهاردة برئاسة الأستاذ جمال علام تعيين الكابتن إهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال الفترة اللي جاية كمان قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر للبرتغالي فينجادة المدير الفني لاتحاد الكورة وزي ما قلت لحضراتكو كان النهاردة كان فيه طبعا مؤتمر صحفي طبعا لإعلان عن طبعا تعيين الكابتن إهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب المصري خلال الفترة اللي جاي طبعا كان خبر مهم جدا يا فارس وكلنا كنا منتظرين أو كان فيه كلام كتير خلال الفترة اللي جاية هل مدير فني أجنبي هل مدير فني مصري والنهاردة طبعا التحاد الكورة بيعلن رسميا تولي المهمة الفنية والإدارة الفنية لمنتخب مصري للكابتن إهاب جلالي مهم جدا القرار وسرعة القرار فيما يخص أن أنت داخلين على تصفيات وداخلين على تحضرات مهمة للمنتخب ولكن يا كابتن هاني حابب أبدي رأيي في الموضوع في حاجة يمكن أنا عندي مشكلة مع كل ما هو تابو الحاجة مفهوم التابو اللي هو الحاجة اللي ما ينفعش تقرب منها أو تتكلم فيها أكيد يا جماعة كلنا بندعم أي مدرب للمنتخب المصري وده شيء مش محتاج إن احنا نقعد نبرره ولكن بشوف في العالم كله الناس بتتناقش في اختيارات المدربين وفي تعيينها ما بيبقاش الموضوع لا ما ينفعش نبدي وجهات نظرنا أصل الاختيار لا الموضوع نسبي جدا اتحاد الكرة السابق اللي عين كابتن حسام البدري هو اللي أقاله إذن الأمور تخضع للنسبية تخضع لوكاد النظر أنا عايز أقول حاجة أنا ما شوف يا كابتن هاني إن يمكن حتى كنا لسه بنتكلم قبل ندخل الهوام الفاصل فحرك بتسألني عن الميول الخاصة بأوروبا فقلت الحركة منشستر يونايتد منشستر يونايتد عنده حاجة بيعملها مؤخرا وهيرارف رانينج بيقعد مع انترفيوز مع مدربين كتير جدا بيتكلم في استراتيجية النادي استراتيجية الملاك طبيعة وأفكار المدربين دي هل تلائم سياسات النادي ولا لأ تلائم الطموح اللي عايزين نوصله ولا لأ أنا أعتقد ده ما تمش لا ما تمش وخلي بالك يا فارس خليني برضو تعال أنا وانت بس نشوف نشوف وليدي العطار طبعا المؤتمر الصحفي اللي أعلن فيه اتحاد الكورة لتعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر لسا المؤتمر ده مهم نرجع له ده مهم نرجع له لأن أنا تاني بقول أن مش مشكلة منتخب مصر أو الكورة المصرية هو المدير الفني المدير الفني للمنتخب الأول أنا في اعتقادي ده آخر نقطة لازم نتناقش فيها تاني وبقول وبعيد ومن خلال شاشة قناة النادي الأهل يمكن أفارس في الأسبوع اللي قبل اللي فات كنت بتكلم المشكلة يا جماعة مش كروش يعود ولا يمشي المشكلة يا جماعة مش مدرب أجنبي ولا مدرب مصري المشكلة الحقيقية هي في أن ما فيش خطط مستقبلية للقرى المصرية والكلام اللي بقوله ده عبر السنين ويمكن غير يقاله لكن مهم جدا وأنا كنت شايف أن هي دي الفترة المناسبة جدا 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 للاتحاد المصري والمسؤولين عن كورة القدم أنه يطلعوا بخطة مستقبلية مشروع تنشي عليه الكورا المصرية لغاية عشرين أربعة وتلاتين أنت بتتكلم في 12 سنة عندك تلاتة كاس عالم جاي فهاب جلال مصري بعض الناس آه ده تمام بعض الناس لأ طب أجنبي كل دوت إحنا آسف في اللفظ إحنا بنتحك على بعض مش ده هو الحل مش ده هو اللي حيدينا يعني أولوية المنتخب مصر أنه يوصل كل أربع سنين كاس عالم مش ده اللي حيبني فريق أو حيبني منتخبات على مستوى الشباب منتخب أولومبي قوي يقدر ينافس على مديلية أولومبية مش هو ده مش المدير الفني أو جنسيته احنا بنتكلم على مشروع وبنتكلم على استراتيجية لازم تكون واضحة للقرى المصرية خلال الفترة اللي جاية وزي ما بقول وانت يا فارس قلت طبعا طالما تم تعيين الكابتن إهاب جلال لازم نكون كلنا مساندين لهذا القرار وندعم الكابتن إهاب جلال خلاص بقى رسمي الكابتن إهاب جلال على رأس القائمة أو على رأس الإدارة الفنية المنتخبنا وبالتالي كل الدعم ليه ما فيه شك لكن تاني بقول وعيد مشكلة القرى المصرية ليست هي مدير المنتخب أو مدرب المنتخب للفريق الأول ولكن لازم نبص الأدام شوية ما نبصش تحت رجلينا المشكلة يا فارس نحنا بنبص تحت رجلينا ودايما عندنا مشكلة تانية نحنا إزاي نرضي الرأي العام ده برضو أنا ضده تماما أنا مع فكرتك أنك لازم تحط استراتيجية أنت عايز إيه قلال العشر سنين اللي جايين أنت مش حكاية من دي أنت عايز إيه خلال الشهرين الجايين ده الحد أول مبارح كان أعضاء اتحاد الكرة نفسهم بيتكلموا في أسماء مختلفة هل أجنبي هل مصري أنت عملت إمتى الانترفيو عملت إمتى شفت رؤيك يعني كابتن إيهاب جلال مدرب كبير ولكن هل أنت بتشوف مثلا كاتحاد كرة أن النسق التدريبي اللي بيختلف من مدرب لآخر بتاع كابتن إيهاب جلال اللي قائم على وحدات تدريبية كتير جدا عشان تحفظ شكل معين في البلد ده بتتدرج بالكرة مناسب لتجمعات المنتخبات اللي بتكون على فترات قليلة هل طرحت السؤال ده أنا فارس برضو مع المناقشة المدير الفني الفري الأول المنتخب مصر هيعمل إيه مش هي دي قصتي صدقني فحرك بتتكلم على التدرج البلد الهيكل بالكامل أنا بتكلم على الناس لازم تشتغل لمدة عشر سنين تحط بلان لمدة عشر سنين من ضمنها وتطلع تقول للناس يا جماعة والله إحنا حطينا بلان خلال عشر سنين الجاية هنشتغل على واحد اتنين تلاتة المرحلة الأولى إن شاء الله هنعمل فيها واحد اتنين تلاتة من ضمنها من ضمنها أن أنت توصل لأمم أفريقا وتنافس مش لازم حتى تأخذها لأنك عايز تبني فريق إحنا التارجت بتاعنا إن شاء الله كاس العالم 26 وكاس العالم 30 وكاس العالم 34 وتختلف الأهداف كاس العالم 26 إحنا إن شاء الله نوصل ونعدي دور المجموعات كاس العالم 30 لا إحنا إن شاء الله نكون موجودين في دور التمانية كاس العالم 34 ليه لا أن إحنا نوصل لنصف النهائي ده الطموح اللي الناس عايزة تسمعه وتبدأ تشتغل على ده إحنا مش أقل من يعني مش أقل من يعني مش عايزة نقلل من نفسنا لا عندنا الإمكانيات وعندنا الفرس وعندنا المواهب لكن محتاجين نشتغل نفسك كابتن هاني فيما ينبغي أن يكون اللي حراج بتقوله فيما هو كائم بالفعل ما هو كائم بالفعل إن عندنا نيلو فنجادة الراجل اللي كان موجود مفترض عشان يبقى مستشار هو مع تعيين المدير الفني بيمشي يبقى اللي حراج بتقوله كله إن كان مفروض الراجل اللي بيجهز الاستراتيجيات هو أصلا النهاردة بيمشي أهلا نروح للمؤتمر الصحفي طبعا وليد العبطار ومؤتمر صحفي لتقديم الكابتن إيهاب جلال كمدير فني لمنتخبنا الأول نشوف ما حضرتك اتماع مجلس الإدارة انتهى من دقايق وكان فيه قرارين مهمين جدا القرار الأولاني هو تعيين كابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني الأول وتوجيه شكر للمستر فنجادة عن الفترة اللي قضاها في الاتحاد المصري وقد فيها بكل جهد ونشكره جدا نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد الكورة هم دول القرارين الأساسيين اللي اتخذوا النهاردة إن شاء الله لو أي حد عنده أي سؤال تحت أمرك بص كل تفاصيل العقد مع كابتن إيهاب لسا فيها هيبقى فيه جلسة ما بين كابتن إيهاب وما بين مجلس الإدارة عشان تحديد التفاصيل للجهاز المعاون التوقيتات كل الحاجات دي هتبقى لحقة إن شاء الله يعني خلال يومين اللي جايين دول إن شاء الله وهنعلن باقي التفاصيل سواء جهاز أو مدة أو هذا برضو تفاصيل الجهاز أفنم لسا ده لسا تحت المناشة دلوقتي وفيه أكتر من حد برضو إن شاء الله المجلس في جلسته الجاية بإذن الله هيتحدث مصري ولا أجنبي الاتنين مطروحين طبعا لسا عندي كلامي إن مش مشكلة الكورة المصرية مدير فني أجنبي ولا مدير فني مصري مع كل الإحترام لكل الأسماء اللي حتى ترشحت لهذا المنصب ولكن مشكلتنا هو في الخطط المستقبلية مشكلتنا هو في الاستراتيجي إزاي نحط خطط مستقبلية نبدأ من تحت نبدأ من قطعات النشئين نبدأ من المسابقات على قطاع النشئين نبدأ بصورة الدور المصري عاملة إزاي نبدأ نفكر في المستقبل بشيء جزء كبير منه علمي ونحط الناس ونبدأ نشتغل ولكن للأسف ما ظننا في دايرة مغلقة إن إحنا بنلف وندور حولي نفس الدايرة وللأسف كمان يعني أكيد كل الدعم لكابتن إيهاب ده دعا بر السياق تماما ولكن تبقى مشكلة الكورة المصرية في طبعا التخطيط للمستقبل بشكل علمي ناحية كابتن إياني ويمكن بسامة حضرتك مع فكرة رحيل فنجادة مع تعيين المدير الفني ده بتدل إن إحنا بعيد جدا عن الرؤية اللي حراك بتتكلم فيها كنت متفق تماما مع حراك زي منتخبات زي بلجيكا ومنتخبات كتير جدا كان عندها اللي حراك تكلمت فيه حرفيا أسبانيا بلجيكا ألمانيا نشتغلوا بالمشروع دوت وأنا بكلم على ثلاث بلاد على مستوى عالي جدا جدا بتكلم على أسبانيا اللي ما كانتش بتوصل لأمم أوروبا بدأت توصل لأمم أوروبا 2008 وخدت كاس عالم 2010 بنتكلم على ألمانيا اللي خدت كاس العالم 2014 بتكلم على بلجيكا من أفضل فرق على مستوى أوروبا دلوقتي كل الناس دي من خلال الخطة ومن خلال استراتيجية حط والناس بدأت تشتغل عليه مش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة بدأوا يشتغل عليه من أربع لثمان سنوات لعشر سنوات وبالتالي بقى خلاص عندهم الموضوع بقى أوتوماتيك العجلة دايرة بشكل مباشر دون يعني السقوط في دايرة النسيان وحتى لو حصل دروب على سبيل المثال المنتخب الألماني حصل دروب في 2018 وارد ولكن الخطة ماشي زي ما هي اختلاف الأفراد ما عندناش مشكلة لكن طبعا السياق العام ماشي بشكل علم كبير يعني نتمنى توفيق للكرة المصرية نتمنى نروح للحتة دي وللتفكير دا فكرة ان انت بتبص على مصلحة الكرة من بعيد لكن ايضا عندنا بقى ما يخص النادي الاهلي ومبارات الرجاء هنرجع بيكم للأجواء هيكون معنا مرسلنا المجتهد دائما كريم نتكلم معاه نعرف أخبار الفريق اكيد كلكم عايزين تطمنوا على الفريق وانا يخصني كمان ويهمني اوصل من كريم الشعور النفسي لان مسماني كان محتاج مش بس يشتغل فنية لان اكيد عنده أفكاره الفنية ازاي كانت التحضرات النفسية للفريق يا كريم اكيد بنرحب بيك واكيد سعداء ان احنا نسمع الكواليس دي كلها تحياتي لك طبعا زميل العزيز محمد فارس والتحية ايضا كمان والشكر موصول لك التينة كابتن هاني رمزي وجمهوري للنادي الاهلي العظيم بالتأكيد طبعا يعني متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيرة ومتابعات بقى مستمرة لمباراة طبعا الاهلي والرجاء المغربي السبت العاشرة مساء ان شاء الله في دور ربع النهائي يا رب ان شاء الله كل دعوات جمهوري النادي الاهلي 180 دقيقة زميل محمد كابتن هاني وليس 90 دقيقة فقط ويمكن ده هو اللي معودنا عليه النادي الاهلي الفكر بيكون كده ان احنا عندنا شوت اول ان شاء الله في القاهرة بحضور 20 الف مشجع ويمكن النقطة دي يبدأ معاك فيها في البداية طبعا ولابد ان احنا نوجه كل الشكر والتقدير الحقيقة لمجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على التنسيق الكامل والمستمر الحقيقة خلال الايام المضائية جوكا كبير وايضا كمان الشكر لكل الجهات طبعا المختص على هذا القرار 20 الف هيساعدوا بشكل كبير جدا لان دورهم كبير الحقيقة جمهور النادي الاهلي في هذه المباراة لان التعامل في المثل طبعا في المغرب يكون الجمهور اكثر بكسافة طبعا جمهور نادي الرجاء لكن نبدأ مرحلة مرحلة زي ما عودنا النادي الاهلي وجهازه الفني يمكن انتكلمت في نقطة مهمة جدا زميل محمد في البداية وهو الجانب النفسي رغم الإخفاق في بطولة الدور العام المباراة الأخيرة مباراة المصري لكن كل طبعا بطولة لها دوافع والفصل الكبير والتام ده ما يميز النادي الاهلي وما يميز مجلس إدارة النادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني الفصل التام بشكل كبير جدا ده بيكون أمر مهم الحقيقة بيتس موسماني في البداية قبل انطلاق المران بأكثر من نصف ساعة كان فيه اجتماع للعب النادي الاهلي الكل أكد على المرحلة أكد على أهمية المباراة حضور الجماهيري خلاص عندنا المرحلة اللي جاية محتاجة جهد كبير ومحتاجة إنكار ذاته وتضحيات كبيرة جدا عارفين طبعا أهمية المباراة عارفين المباراة تكون عاملة ازاي كل الأمور دي الحقيقة أتكلم فيها الجهاز الفني في بيتس موسماني كمان تحديدا مع اللاعبين الكبار كبات من فريق النادي الاهلي الكل عارف أهمية المرحلة وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله ثقاتنا كبيرة جدا في كل اللاعبين إن احنا نتخطى الشوت الأول ولكل حدث الحديث في المغرب إن شاء الله تكون محققين نتيجة كويسة تساعدنا إن شاء الله في مباراة العودة أنا عايزة أطمنك كابتن هاني زميلة محمد طبعا على العدد من اللاعبين المؤشرات الإيجابية اللي بتطمننا وبطمن جمهور النادي الاهلي في لعيبة كانت غايبة عن المباراة الأخيرة طبعا مباراة المصري على الرأساتها طبعا حمدي فتحي وطهر محمد طار وصلاح محسن محمود وحيد كمان داخل كل العيبة اللي أنا ممكن ذكرت ساميها جاهزة إن شاء الله ويمكن دخلت فيها التدريب الجماعي النهاردة حمدي بيشارك بكل قوة طهر محمد طار محمود وحيد صلاح محسن يمكن دخل في تدريبات الجماعية خلاص أيضا كمان أحمد نبيل كوكا اللي يمكن تدعيات إصابة كوفيد نينتين الأخيرة يمكن أسرت عليه بشكل كبير وبعدته لكن الحقيقة يعني المجود الكبير البوزل من الجهاز الطب بخير طبعا أحمد أبو عبلا كان مجود كبير جدا مع كوكا ويمكن وصل كمان خلاص بيدخل فيها تدريبات الجماعية بياخد أجزاء بسيطة لكن نقدر نحط بينكو سين محمد مجدي أفشن نهاردة اللي يمكن لم يشارك في التدريب الجماعي جهاز الطب طبعا بنحاول أن نحن نطمن على حالة اللاعبين أفشن نهاردة خد حاجات كده ريكوفر استشفائية بسيطة ممكن الراجل بيشعر بإجهاد عام بسيط لكن إن شاء الله بإذن الله غدا يكون متواجد فيها تدريبات الجماعية ومنها استعدادا لمباراة يوم السبت أيضا كمان محمد دهاني اللي بيعلن جهازيته إن شاء الله لمباراة يوم السبت النهاردة بيشارك بكل قوة الحقيقة بياخد يمكن أجزاء لكن أجزاء فيها كرة وأجزاء فيها سبرينتات وكرسات كده فيمكن دي بتدينا مؤشر مهم جدا مع مرور الأيام إن شاء الله قبل يوم السبت إن شاء الله يوم الجمعة يكون جاهز بنسبة 100% إن شاء الله محتاجين المجود كل اللاعبين يا رب إن شاء الله بإذن الله ربنا يكون معنا وجمهورنا يكون معنا سند ودعم حقيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي عايز كمان أتكلم على نقطة أخيرة وهو بدر بنون الحقيقة طبعا كل جمهورنا كل طبعا يعني يا رب إن شاء الله بدر وأكرم عمار كل اللعيبة طبعا الغايبة عننا بقى لفترة طويلة تكون معنا يمكن بدر بنون إن شاء الله بإذن الله في خلال الأيام القادمة وممكن إن شاء الله بإذن الله مع وجود النادي الأهلي في المغرب هيكون فحص طبي أخير ويمكن أشياء أخيرة إن شاء الله لبدر بنون ومنها العودة بقى مع فريق النادي الأهلي إن شاء الله فيه تنسيق كبير جدا إن بدر بنون يعود مع بعثة فريق النادي الأهلي إن شاء الله عقب انتهاء المباراة ليشارك تدريجيا مع ظهور نتيجة المؤشرات الحقيقة إجابية ومطمئنة جدا لبدر بنون يا رب إن شاء الله نتمن على كل اللعيبة والقادم يكون أفضل إن شاء الله ومباراة السابتة يكون لها مردود كبير جدا جمهورنا إن شاء الله يكون سر النجاح القيادة الفنية من خارج الخطوط بيتسو موسيماني إن شاء الله يكون مميز فيها المباراة الكبيرة الحقيقة بيظهر فيها بشكل كبير جدا ويا رب إن شاء الله يكون مباراة جيدة طليق باسم النادي الأهلي وتساعدنا إن شاء الله في مباراة العودة اللاعبين اللي رجعت يعني بشكل أكتر من رائع محمد هاني طبعا كلنا محتاجين وزي ما بقول النادي الأهلي بقت المباريات بيكون قوي جدا ومحتاجين كل لاعب اللي ممكن يعمله موسيماني في خلال الفترة اللي جاية أعتقد مهم جدا يكون كل اللاعبين على مستوى بدني ونفسي وزهني عالي جدا لإن بقول لحضراتكم المباراة كلنا منتظرينها مباراة كبيرة جدا إن شاء الله تكون مباراة جيدة على المستوى الفني والبدني وتكون نتيجة إيجابية تساعدنا كمان هناك لأن احنا دايما بنبص ليه والهوماوي دايما بنتكلم على كنا مباراة واحدة الشوت الأول إن شاء الله في القاهرة نعمل نتيجة طب منا على الشوت التاني إن شاء الله في المغرب لازم نحافظ على أفضليتنا من مباراة القاهرة بحس يكون عندنا حظوص في المغرب أعلى أكيد مباراة صعبة جدا الرجاء ليه كل الاحترام لكن كمان لازم أي فريق داخل القارة يحترم النادي الأهلي لأن لو ما احترمتش النادي الأهلي في أفريقيا هتحترم مين أو تهاب مين أو تعمل حساب لمين أكيد نتمنى النادي الأهلي التوفيق وفاكراتنا أكيد متواصلة كابتن هاني بعد الفاصل حيكون معانا زملائنا المحللين محمد جمال وصبر سراج وفاكرة نوعيتكم إن انت هتستمتعوا بيه ومين ممكن يتحب زي كبير القوم وسيد إفريقيا النادي الأهلي وعشان مواجهة الرجاء مواجهة مهمة جدا ومصرية وعشان عندنا كلام كتير عنها قلنا بدل ما نروح المغرب نجيب لكم المغرب بأجواءها بكل تفاصيل الرجاء لحد هنا مع المبدعين والمتقلقين واتنين من اللي أنا بحب أسمعهم لما يتكلموا في الكرة زميلي محمد جمال وزميلي صبر سراج أهلا بيكم ومنورين قناة النادي الأهلي خبيبة فارس حيوية كابتن ومفصوط إن أنا معكم وزي ما قال فارس كده يعني الواحد بيستمتع بتحليلكم في أهداء وشكل التحليل والكلام المنطقي اللي الناس بتصدقه فطبعا مباراة احنا من مباراة مستنينا طبعا مباراة مهمة جدا وفريق الرجاء يعني طبعا ومتواجد في المركز الثاني في الدوري المغريبي ولكن على المستوى الأفريقي من الأندية التئيلة الأندية اللي عندها خبرات كويسة وعندها بعض النجوم المميزين خلينا أخذ رأيك وابدأ بيك محمد انت شايف المباراة زي الأجواء بعد وجود 20 ألف متفارج من جماهير النادي الآلي شايف الردود فعل اللعيبة والجهاز الفني بعد طبعا مباراة كانت سيئة جدا عن مستوى الفني أمام النادي المصري شايف الشيناريو ازاي طبعا ما فيه شك ان مطش الأهلي والرجاء تحديدا مواجهة جماهيرية في المقام الأول الرجاء واحد من أكبر فرق في أفريقيا اللي عندها جماهير كبيرة جدا بيتشابه مع النادي الأهلي في الزخم الجماهير اللي عنده في المغرب هو النادي الأكبر جماهيرية والأكبر قاعدة شعبية في المغرب كمان بذكر ان هو في المركز الثاني دلوقتي هو جاي عامل كامباك ومنتادة في الدوري المغربي ثلاث نقاط بعد ما غيروا المدرب مرتين يمكن كان مارك فيلمتس هو اللي كان موجود معهم بعدها جاي بوشعيب لنباركي مدرب بلجيكي وجاي بوشعيب لنباركي بأدار كمدير فني مؤقت مبارتين بعد الهزيمة من حرية كوناكري في غينيا تم التعاقد مع رشيد التوصي اللي يكون مدرب معهم فطبعا هم بيستعدوا للمباراة بشكل كبير جدا أتكلم أكتر عن الرجاء لكن طبعا مباراة كبيرة جدا جماهيرية في المقام الأول والفريتين اللي يوم تاريخ كبير طبعا جوا أفريقيا النادي الأهلي زي ما قال فارسايد القوم في أفريقيا الأكثر تتويجا الأكثر حصولا على الألقاب والأكثر حصولا على الألقاب في دوري أبطال أفريقيا فطبعا مع نادي عنده زخم البطولات زي الرجاء أعتقد مباراة سيشهد الكثيرون في أفريقيا إن شاء الرحمن سراج طبعا النتائج الفترة اللي فاتت أو في مطش المصري تحديدا كانت الموضوع صعب شوية وشوفنا الأداء مش هو أداء النادي الأهلي في الفترة هذا المباراة بتشير أن التركيز كله على مباراة الرجاء مباراة كبيرة وتعتبر من أكبر الدربيات العربية الرجاء فريق كبير وفريق بطولات ومن الفرق المصنفة دايما ودايما مطشطنا معهم ما بتبقاش مطشط سهلة لكن الفرق الكبيرة دايما بتبهن في الأدوار الإقصائية حتى أخذ من محمد الأل يعني جزء أن هم حتى على المستوى المعنوي فائقين معنوين بالغة الكورة يعني راجعين في الدوري يبقى الثاني وراء الوداد ماشيين بشكل كويس مدير فني جديد أو المجموعة في أفريقيا أو المجموعة في أفريقيا الميزان ده بيفرق يعني الميزان ده بيفرق وممكن جدا يكون لصالح النادي الآلي هذا الميزان أن فريق جاي معنوهات عالية جدا مع فريق النادي الآلي عنده طموحات كبيرة جدا أنه طبعا يزبط وجوده في هذه البطولة وأنه هو الهدف الأساسي البطولة وكمان يمحي الصورة الوحشة اللي يعني قدمك مباراة الدورة أمام النادي المصري شايف معنويا إزاي نشتغل في الجزية دي قبل من نتكلم طبعا فنيا بشكل أوسعي أنا أعتقد أن الدوافع أصلا موجودة الأهلي بيدور على ثالث بطولة على التوالي وحاجة ما بتحصلش كتير نتحق البطولة ثلاث مرات وراء بعض ففي الدفع أصلا موجود كمان المباريات اللي من النوع ده لما بتكون قابل بتقابل فريق كبير قريب منك في المستوى فريق بطولات فريق مش مجهول خالص بالعكس وفرق من شمال أفريقيا فدايما الدوافع بتاعة الفوز واستعداد اللعب يكون واستعداد والاستنفار حالة الاستنفار بتبقى موجودة ما أعتقدش أنها بتحتاج شغل كتير كمان من المدير الفني صحيح أسبوع كان قدامنا أسبوع ودي فترة كويسة أن احنا نستعد ونذاكر الفرقة اللي قدامنا كويس وكمان لو كان فيه تحفوظات بدنية على الإرهاق أو أو فأسبوع مدة كافية جدا الفرقة تقدر توقف على رجلها بدنيا وزهنيا كمان صحيح كمان الفرقة الكبيرة شخصيتها بتبند دايما في الأدوار الإقصائية يعني المجموعات المهم منها هو الصعود أول تاني مش هو دا الموضوع الموضوع بعد كده في الأدوار الإقصائية أنت شكلك هيبقى عامل إزاي ولازم مستوىك الحقيقي يبن من أول الموضوع اللي جاي إن شاء الله فكلنا سيقى إن شاء الله في رجالة الأهلي إن هي تقدم ودي كانت تجربة النادي الأهلي في دور المجموعات في البطولتين السابقاتين طلعنا تاني وفي النهاية أخذنا البطولة حيأخذ من كلام كابتن هيني وكلامك صبري فيما يخص فكرة البدني اللي أنت قلت إن النادي الأهلي كان عنده فترة جيدة حسنا فعلت ربطة الأندية إن النادي الأهلي وجميع الفرق المشاركة في أفريقيا برضو خدت راحة أمة هروح بقى الجمال لأن أكيد أنت عارف إن المبارات دي بتحسم على جزئيات فعلا وأبسط التفاصيل بتفرق فيها النادي الأهلي كان مريح بدنيا يمكن دا سعده بعد فترة إرهاق النادي الرجاء لعب في الكاس مباراتين ورا بعد فيهم وقت إضافي بتشوف الجزئيات والتفاصيل اللي تفرق الأهلي عن الرجاء في ظل العامل البدني وإيه العوامل الأخرى اللي لما أسألك يا جمال وقولك إيه الحاجات اللي ممكن تخلينا يبقى ليدنج على الرجاء في الملعب تقدر تقول هل طيب أروح الأول للعامل البدني العامل البدني يمكن آخرهم كان الرجاء هو بلعب رجاء بني ملال في الكاس المبارات اللي انتهى بركلات الجزاء يمكن رشيد التوسي كان برايح نص الفريق بالزبط يعني كان عنده ست راحات من القوامل الأساسي منهم محسوم متولي عمر عرجون أسامة سقحال هو كان بيستغل المباراة أنه هو يجهز بعض اللاعبين اللي كانوا بعاد الفترة اللي فاتت خاصة مع غياب الزوكر بتاع خط الدفاع وخط الوسط محمد النهيري بسبب تراخم البطاقات هو عنده مشكلة في البكريت والبكليفت فيبتري يد كان بيجهز عبدالإله عبدالإله مذكور هو أنه يكون موجود من خلال مباراة الكاس أمام رجاء بني ملال ده اللي بتالى الرجل يشتغل عليه رشيد التوسي أنه يجهز بعض العناصر اللي كانت غيبة عشان يحلوا مكان بعض العناصر اللي مش موجود فهم مشكلتهم تكمل لأنهم كمان غيروا الطريقة وخلينا أقولك أنه تغيير الطريقة مع رشيد التوسي غير الطريقة اللي كان بيلعبوا بيها سواء مع فالموتس أو مع بوشعيب لمباركي كانوا بيشتغلوا 4-2-3-1 وبتتقلب أحياناً 4-4-2 في بعض الأوقات لما يكونوا محتاجين يسجلوا لكن هم رجعوا يلعبوا 3-4-3 مع رشيد التوسي تغيير الطريقة استلزم تغييرات في الملعب وفي بعض العناصر يحطها في أماكن غير اللي كانت موجود فيها ده بيديك أدفانتج أنه الفرقة هم لعبوا مباراتين فقط ومبارات الكاس اللي لعبوها بال3-4-3 مع رشيد التوسي لسه مهما كان الرجل بيشتغل في التمرين مهما الرجل كان كوتش كويس بيحتاج وقت علشان اللعيبة تهدم طريقة 3-4-3 لأنه طبعا الفرق ما بين 3-4-3 أو 4-2-3-1 ونتكلم في الفرقات الميجور أو الفرقات الرئيسية ونتكلم بقى في الفرقات الفرعية في التنفيذ جوه الملعب لكن خلينا أقولك أنه على صعيد الأظهرة ما بتكلمش هنا باكرايت وباكليفت اللي أنا بتكلم فيه وينج باكس 2 على اليمين وعى الشمال خاصة مع غياب أميز لعب بيعمل ده لأنه لأدواره جميع مميزة جدا محمد الناهيري فالرجل هيعتمد على اتنين سواء عبدالإله مذكور ناحية اليمين أو أسامة سقحال ناحية الشمال اتنين اللعيبة ما تدومش خبراتي ممكن عبدالإله مذكور بيلعب معهم ده الموسم الثالث بيلعب بشكل أساسي لكن أسامة سقحال ده أول موسم ليه يكون موجود بشكل أساسي حتى اللعيب البديل بتاعه مش جاهز عبدالإله جبيرة فلما تيجي تتكلم على فرقة الرجاء إجمالا فرقة الرجاء لسه بيحفظوا طريقة جديدة لسه بيشتغلوا على الثلاثة أربعة ثلاثة بشكل كبير لكن إجمالا هم حالة الإرهاق ممكن تطول اتنين أو ثلاثة لعيبة من اللي اشتركوا في المباراة الأخي العمام رجاء بريمال للف الكاس مش تتأثر عليهم بشكل كبير لكن القوام والفريق الأساسي اللي هيكون موجود فيهم ست لعيبة كانوا مرايحين زي ما قلنا أبرزهم يمكن فابرسنجومة ومحسن متولي وعبدالإله مدكور هو الوحيد اللي كان موجود من العصر الأساسية اللي اشترك في مباراة الكازة ما قلت للتجهيز يعني هو الراجل كان جاي من فترة راحة طويلة جدا كان مصاب فاشترك للتجهيز من العصر الأساسية يمكن الوالد يكونوا مجهدين هم السنائي قلب الدفاع لنتكلم عنهم كتير جدا سواء في الإجابيات أو السلبيات بالنسبة للفريق الرجاء يعني من الواضح سراج أن نتكلم بدنيا مش عندهم عندهم مخزون بدني كويس وعندهم لعيبة جاهزة بشكل كويس تغيير طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 3-4-3 عملوا مباراتين لكن مش هيظهروا بالمستوى المفروض يتلعب إزاي بها أو محتاجين وقت شوية هنتكلم على هذا لكن عايز أخذ منك إيه الحاجة اللي انت شفتها في المبارات للنادي المصري وتقول حزاري أنها تتكرر في مبارات الرباء يعني دي مقام طبعا كل حاجة على أساس طبعا لكن أنا بتكلم أكيد أنت عارف فريق الرقاء كويس قوي نخلي بالنا من إيه ما نعملش إيه على المستوى التكتيكي على المستوى الفني هل طريقة اللعب لو لعبه بـ 3-4-3 نغير شوية شكل الفرقة هل على مستوى ممكن نشتغل على نعمل طلوع بالكورة ويكون فيه هجمة موظمة هل الاستحواز مهم جدا في المبارات زي دي عشان تاخد ثقة وتبدأ تلعب على العامل البدني كمان أنت شايف إيه من الجزئيات دي فكرة العامل البدني هما طبعا يعني لما تفرجت عليهم في الفترة الأخيرة هما مش بيبدأوا المباراة بقوة بيبدأوا بياخدوا المباراة مراحل سنة سنة بيوصلوا بتدرج بدني هما بيوصلوا آخر نصف ساعة دايما عندهم في المتشاط هي الأقوى يعني هما بيدوسوا بنزين في الآخر مش في الأول فالمفروض أننا ننتبه لده أنهم ما بيبدأوا المباراة بقوة نحن نقدر ومحتاجين أننا نبدأ بقوة المباراة نحاول أننا نسجل بدري طبعا لاستحواز مهم لكن من الحاجات اللي أنا شفتها في ماتشو المصري مثلا أنا محبش أن أنا أشوفها في مباراة الرجاء هي وقفتنا في الكرات السابتة إحنا كان عندنا مشكلة واضحة في وقفتنا في الكرات السابتة ومين ماسك مين أطول لعب في المصري مثلا لو أسجل الهدف كان أقصر لعيب عندنا هو اللي ماسكه يعني إحنا حقنا التمركز التمركز عندنا كان طبيعي جدا لهو كأننا ما تفرجناش على المصري هو الطبيعي أن كل واحد يبقى واقف هنا لكن أنا بشوف الفرقة اللي قدامي فعارف أن مثلا فيه لعب طويل بيقف على البعيدة فأنا لازم اللي يمسكه يكون طويل لا يكونش أقصر لعب الحاجات دي ما تعملتش في ماتشو المصري هم عندهم أطوال وعندهم لعيبة بتسجل هم أصلا بيسجلوا كويس من الكرات السابتة وبيلعبوا بدماغهم كويس فأنت لازم الكرات السابتة عندنا يبقى ما تشتغلش من الشرط دايما أن أنت تشتغل بالطبيعي لأ أنت تحاول توفق هتشوف مين المميز عندهم في العنصر أو من الأفضل ما تعملش فاولات يعني ما تعملش فاولات حولت طبع عشر يعني ممكن يبقى كورنر فالآخر صح وقفتك محتاج أن أنت تتغيرها تبص على الفرقة اللي قدامك ما يحصلش زي المصري أن أنت نازل مش مجاهز أو الحتة دي أو مش مركز فيها فاللعيبة وقفة بالشكل التقليدي فدخل فينا جون من أطول لعب في الملعب لأنه كان أقصر لعب عندنا هو المسكو فده من الحاجات اللي هي فعلا ما ينفعش أن نشوفها في مرشل زي ده التركيز لازم يكون موجود من أول دي زي ما قلنا جمال المباراة دي تحسم على جزئيات وصبري كان بيكلمنا في الجزئيات والتفاصيل بما أننا بنتكلم عن جزئيات والتفاصيل فيما يخص قدرات الرجاء الدفاعية اللي لها أيضا إنعكاس هجومي حتى في قلب الدفاع زي هدهودي وأيضا حركاص أنا عايزك تكلمني عن دفاع الرجاء إزاي أقدر أتفوق عليه والجانب اللي هو بيتميز فيه أو حتى الأدوار المسندة هجوميا إزاي نتعامل معاه داخل الملعب وإنت بتشوف أفضل حاجة طبعا مباراة المصري زي ما تكلمنا هي مباراة غريبة شوية أقل مباراة لك على مستوى الدوري في دقة التمريرات في معدل خلق الفرص في الأكسبيكتد جولز في حاجات كتير جدا فما أقدرش أخليها القياس مثل عندي الأهلي اللي أبني عليه وأقول أن أنا بشكل كبير ممكن أكون بالحالة دي أنا عايزك تقول لي فيما يخص الحتة الدفاعية عند الرجاء نقدر نستغل دقاط الضعفة أو الويك بوينتز فيها إزاي وعلى الجانب الجزء الهجومي فيها أو الجزء التطويري الهجومي فيها أقدر أتعامل مع دفاعين إزاي عايز أسمع منك إجابة واضحة عن الموقف ده والموقف ده طيب تلات نقاط لازم نتجنبهم وإحنا باللاعب الرجاء تلات نقاط مهمين جدا 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 عشان نتلافة هي دي كل نقاط قوة الرجاء رقم واحد في الست بيسز أو في الكرات السبتة سواء بقى بسواء فاولات زي ما كابتن هاني كان بيقول إن إحنا نتجنب إن إحنا نعمل فاولات أو في الضربات الركنية إن إحنا نتجنب إنه ما بيقاش فيه ضربات ركنية كتير ده عظيم جدا لكن بفرضية إنه خدوا فاولات حوالي الـ 18 ودي مواقف وردة جدا تحصل حاجة مهمة هم التاكتك اللي بيلعبوا عليه إيه وهم بيعملوا ده واحدة من اتنين إما إنه هو بيحط الكرة كده نشرحها بشكل بسيط صور معاك لو أنت أحتاجها لو هم يجبوا للجول الأولاني الكرة تلعبت بتتلعب على العرضة القريبة هم عندهم الثلاثي بتوع خط الدفاع بيلعبه ثلاثة أربعة ثلاثة الثلاثة سواء إلياس حداد مروان هدودي أو جمال حركاس الثلاثة مئة وتسعين سنتي فتتكلم على أطوال في خط الدفاع وده هتكلم عليه وهم دول بيطلعوا طبعا في كرة السحر التلاتة بتلعب في كرة السماء فالتلاتة دول مميزين جدا فإما بتتلعب الكرة على القريبة الكرة بتتحط على القريبة واحد من التلاتة أطوال تحديدا جمال حركاس هو اللي بيطلع دايما على القريبة يطلع يحطها وتتحط اللي جاي بعده اللي هو بيكون مروان هدودي مروان هدودي هو أميز لعب ودائما ما بيطلعش من العمق على القريبة اللي بعديها هتلاقي راحت للعيب او اللي رايح على بعيدة لوحده. فده اول تاكتيج بشتغل عليه. يما بتتحطها على القريبة ومش بيتحرك مروانة هدودي. مروانة هدودي هو امياز لاعب في خط الدفاع في انه بياخدوا الكرات الرقصية. فبتحرك واحد من الاتنين الطوال التنين. محمد جمال ان الكرة ديت انه كمان بيفضل الاولانية. يعني مفيش واحد واقف على القريبة من الاول. يعني هو واضح جدا. هو بيقطع. بيقطع. الاول فضل. لان في بعض الرجل اللي لمسكوا عشان يلمس لورا. يفضي. لكن ده واضح جدا. انه قاطع على القريبة. وده في التمركز. خلي ما هو بيقطع على القريبة. لان هو بيعمل التاكتيج بتاعه اسمه اوبرلود في سمول سبيس. يعني ايه. يعني هو بيجمع اللعيبة كلها في مساحة صغيرة جدا. وبعد كده يبتروا يتحركوا. من ضمن التاكتيج اللي بتحصل بعد الحركة. القاطع على القريبة. دي واحدة من ضمن للحاجات اللي بيعملوها. التانية. ان مروان هدودي دايما. سواء تقطع على القريبة. او كرة عملت كروس. على نقطة التمنتاشر. نقطة البنالتي. لما بتتحط. بيفضل مروان هدودي. هو اللي موجود. لان هو اميز لعيد فيهم بياخدوا الكرات الرقصية. ففي حالة ان هي بتتحطها على القريبة. عشان تتصلح لورا. هو واقف مكانه. فأي لعية هم بيتحركوا. كلها الراندم اللي بتحرك ده. هو ما بيقاش راندم. هم بيتحركوا عشان يقطع على سبتة. نقطة مهمة جدا جدا. لازم نتلافاها. لانه بالذكر من وراءات المصري. احنا تم التسجيل فينا من كرة سبتة. وكانت بشكل يمكن اكثر سازاجة. من اللحة بنتكلم فيه. كانت سهلة جدا. سهلة جدا لانها تتشال. لان هي الكرة بعد ما تلعبت. الفاول اللي كان في التلت الأخير لنا. الكروس بعد ما تلعب. اللعيب تحرك. الكرة يدوبك عدت اول لعيب من النادي. الاهلي تلعي التانية حطها. فده احنا لازم نتلافاها. هذه النقطة الأولانية. هاخد من كلامك. واسأل سيراد. النقطة اللي تكلم عليها. هل من الأفضل من في هذه النقطة. نبتلعب من تومان. خلاص. اشرب مع كذا. او محمد من مع فلان. ولا ناخد مساحات. يبقى واقفين بشكل معين. لان الدفاع بيبقى حاجتين. يما من تومان. يما مساحات. الأفضل لعبت النادي الآلي في الوقت ذا. بالتكتك ده. نشتغل من تومان. يبقى كل واحد ملزم بالعيب. او نشتغل على المساحة. اعتقد ان احنا ممكن نعمل مكس ما بين ده وده. لان احنا كمان ما عندناش الاطوال اللي هي طوال. يعني لو مسكنا مان. مين اطوال لعيب عندنا. هيبقى فيه فرق طول كبير ما بينه وما بين المدافع. هي الفكرة. زي ما حضرتك قلت من الاول. احنا على قد ما نقدر نحاول ان احنا ما نعملش فاولات حوالين 18 او ضربات ركنية. او ما ندهمش الفرصة دي. الحاجة التانية ان احنا نكون متمركزين بشكل سليم. ونحاول نطلع الكورة بدري. الحاجة التالتة محمد الشناوي. لان هو هيبقى عامل الترجيح عندنا في الحتة دي. هو مميز في الكورات العرضية وطويل. يبقى بس هو في حالته ومركزه عليه دور ان هو يطلع ويقف الحتة دي. لان الاطوال ما. في فارق اطوال كبير. محتاج تدخل الشناوي يبقى. صدري قبل ما اروح لجمال. عايزك اسألك في حاجة برضو. عملية احنا شفناها في التاكتكس بتاعت النادي. لان يمكن موسيماني قال ان هو بيتلافة اخطاء الدور اللي فات. وانا بشوف ان كان الكي بتاعت ده. هو فكرة توظيف حمدي فاتحي في الاتنين. السيمتر باكس هو قدامهم. وده واقع لأي حد متابع تاكتكس عارف ان ده الكي بتاع موسيماني. يمكن غيابه في مباراة المصري كان من اهم الاسباب اللي خلت ده ما يحصلش خصوصا دفاعيان. والنساء اللي جدا تختارك. والمصري روح عليك بعدد هجمات اكبر من حتى عدد هجمات النادي الاهلي. سؤال حابة بس مع رأيك فيه. هل بتشوف ان الطبيعي ان موسيماني زي ما قال انا بفكر للمباراة دي بشكل مختلف. فاوتوماتيك اللي حيكون حاطط حمدي فاتحي قدام الاتنين سنتر باكس. ولا انت عندك فكرة تانية مختلفة ان الشكل ده لا مش هو ممكن نلعب اتنين بس. ممكن حمدي فاتحي يبقى مع الاتنين السنتر في نص الملعب. ويبقى التالب بتاعهم. بتشوف ايه الحل. هل يمشي على الطريقة بتاعته. ولا انت عندك حاجة تفكير اوت افزابوكس. حاجة مختلفة تمام. وانا كنت بسأل نفسي. هو ليه اصلا تخلى عن تلاتة اربعة تلاتة. بعد ما بدأ بها الموسم. وكان شكلنا مميز جدا. وحققنا قدام الفرق الكبيرة نتائج كبيرة. يعني الفرق بين البداية بتاعتنا في الدوري السنة. والسنة اللي فاتت. نظريا هي نقطة واحدة. انا في الاثنشر ماتش الاولين سنة فاتت. خدنا تلاتين بونت. والسنة دي خدنا واحد وثلاتين. انما الفرق ان احنا كسبنا الفرق الكبيرة. كسبنا الزمالك خمسة. كسبنا بيرامدز وكسبنا الاسماعيلي. السنة اللي فاتت ما كسبناش بيرامدز استعدلنا معها. كسبنا الاسماعيلي اثنين واحد. اثنين صفر والزمالك اثنين واحد. ففرق النتائج الكبير ده اللي حصل ده. كان سبب ان احنا لعبنا بشكل مختلف عن السنة اللي فاتت. تلاتة اربعة تلاتة ادتنا افضلية دفاعية. عملت لنا تأمين دفاعي كويس. وكمان حمدي من اللعبة اللي بتعرف تزيد كويس. بتطلع بتتدرج بالكورة بشكل كويس جدا. احنا مش كل المدافعين عندنا عندهم. عندهم الملكة دي طبعا هي قدرات. فهو كان موفر لك حل دفاعي وحل هجومي كمان. ده صحيح. ما عرفش ليه في الفترة الاخيرة احنا تخلينا عن. اقول لك ليه. عشان الروتيشن. عشان هو محتاج. مش لأي سبب تاني فيها. انا كان ممكن جدا كمان يستغل كريم فؤاد. كهو كريم فؤاد عنده نواحي. يلعبونج باك. يلعبونج باك. طبعا. علي معلول ممكن كمان توفر جزء من البدني بتاعه. انه هو بياخد يمكن ال 20 او 25 متر الاخيرة. صحيح. وحتى لما بيرجع يبقى عنده نفس انه يرجع. لان فيه حد يعمل كابرينج بالنسبة له. انا بطفق معك 3 ا4 ا3 انا كنت شايف انها ممكن تكون الشكل الانسب. في حالة كمان انك لو حاسس ان علي معلول مجهد. مش هيقدر يعملك الفول لاين. وعندك امكانيات هجومية بالنسبة الكريم فؤاد. ممكن تستغلها بشكل الافضل. لان كمان كريم امكانياته الهجومية. بيلعبونج يعني بشكل بشكل مباشر. خلينا نكلم. عاوز اخد رأيك كمان في الحالة الهجومية يا محمد. حالة الهجومية بالنسبة للرجاء. شايفها ازاي. وممكن هل الهاي بريشور او الهاير بريسنج او الضغط العالي. لازم يكون موجود. او نلعب بمنطقة الزون. وانا اهتم جدا بنص الملعب. وانا احنا ناخد كريتنا في نص الملعب. طيب هم انا هربطها بكلام حاريوك. كلام فارس. وبالحالات اللي احنا كنا بنتكلم عليها. الحاجات اللي احنا لازم نتجنب. هم تلات. التلات حاجات دول هنربطهم ببعض. تمام. انه فكرة التلاتة اربعة تلاتة هي ايه الفايدة اللي كنا بناستفيدها من تلاتة اربعة تلاتة. حاريك تكلمت وصبري. اتكلمت فيه انه التحر بتاع الوينج باكس. سواء كريم فؤاد او علي معلوم. دي نقطة ايجابية مهمة جدا. النقطة التانية هي البلد او التدرج بالكرة من الخط الخلفي في وجود حمدي فاتحي. في الخط الخلفي لما بيسقط ما بين الاتنين. ويبتري يتدرج ويطلع هو يزيد يعمل الزيادة قدام الاتنين. ده بيديك مساحة انك تعمل التدرج بشكل سليم من الخط الخلفي. خاصة انت مجبر في ظل الاطوال. وعشان ما يخوفش الناس. اه الاطوال بتاعت فرقة الرجاء. اه اطول من لعبت النادي الاهلي. لكن التقف بتاع ياسر ومحمد عبد الملع مميز جدا. واعتقد ان شاء الله بالوقوف السليم. والمسك السليم سواء عن طريق المان او الترحيل. انه تعمل صح. مش هاب عندنا مشاكل ان شاء الله في الكرات السبت. النقطة التالتة المهمة جدا. لما كنا بنتكلم بالنقطة. السؤال بتاع حضرك نربطه بقى بدقي. ان دور حمدي فتحي في الثلاثة اربعة ثلاثة. انه اهم نقطة واهم سلاح في الست بلاي او الرجاء مختلفة تماما عن حالته مع نادي الزمالك. لما كان موجود. لانه كان بيتم توظيفه كجناح. هو ما بعيدش كتير عن التوظيف. لكن هو بقى بيتعمل. بيتحط في الهاف سبيس. اللي ما بين الجناح وراصة الحرب. اللي المسافة. اللي ما بين عالي معلول. نظريا ما بين عالي معلول او من العرب اربعة. ومن السنتر فاك ناحة الشمال اللي هو يكون ياسر او محمد عبد المنام. فوجود حمدي فتحي في المنطقة دي. هيخليك تقفل اللي موجود. لانه هيدي المساحة للترحيل بتاع ياسر او عبد المنام ان روح يقفل وراء عالي معلول. وهو لما يجيله حميد احداد هيقبله في وشه. فيكون قافل اللي بشكل جيد. هيسمح لك بالترحيل بشكل جيد. هيسمح لك بانك بتدي الاريحية. وانك ما تضغطش بدنيا نزا محرك قلت على عالي معلول انه ما يعملش طول الوقت. السبعين متر رايح جايق مش هيقدر انه يعمل ده. وهو ده بنفتقد للدقة كمان في الجزء الهجومي لانه بدنيا نبتلا يقل. هيدي الاريحية كمان لكريم فؤاد. لكن مهم جدا 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 انه وانا بتدرك بقى بالكرة وبعمل التلاتة اربعة تلاتة عشان ما بقاش استفدت بالجوانب الدفاعية بس. ان حمدي فتحي كمان يعمل الزيادة. علشان اللي ما بين حمدي فتحي لهو قافل وراء مع الاثنين السنتر باكس. والاثنين اللي قدامه سواء اليو ديانجا وعبر السلية المسافة ها متبقاش كبيرة. لازم يطلع وبيعمل التدرج يقطع الخمساشر متر قدامهم. بحيث انه دايما يكون راس مسلس تحت الاثنين. ويقدر يقدر انه هو يطلعهم بشكل جاي. مقارب جدا للشكل اللي عدنا بي قدام الهيال السعودي في كاسا عامل ادي. صحيح. صحيح. ناخد بقى منكم كده في اخر الفقرة. في ديئة. كلمة ختمية كده صبري. حاجة تحب تقولها عن المباراة. وايضا جمال. انا اولا مبسوط ان انا معكو جدا. احنا نورتنا. اه ربنا يخليك ربنا يخليك كابتان. انا اول مرة في قناة الاهلي ومع فارس ومع كابتان هاني. ده بيتك يا صبري وبيت كل الاهلوي. طبع طبع. ادي انا كنت مبسوط يعني من ساعتما كلمتين عشان. احنا سعداء بيك. وكلسان طيبين والشعب المصري كله بخير. وان شاء الله نعمل المطش كويس يوم السبت قدام الرجاء. اتمنى بس ان اللعيبة تكون في حالتها. اسبوع مدة كافية جدا. هيبقى مفيش عزم خالصة. سيكون شكلنا وحش يوم السبت. هنعمل لقاء كويس ان شاء الله ونحقق نتيجة كويسة تساعدنا في مطش العودة. واحنا متعودين من لعباتنا ومن رجالتنا. انهو في المطشات وفي المواقف اللي زي دي. بيكونوا حضرين قدامهم مهمة كبيرة. وقدامهم طموح عظيمة. انهم وفي بدايات الالفنات خلنا الفين وخمسة الفين وسبعة. وحسرنا الفين وسبعة. فعندنا فرصة ان احنا نعوض ان شاء الله. فان شاء الله ده يحصل ونحتفظ بالكاس للأبد يعني. جميل. انا سعيد جدا ان انا موجود مع كابتن هاني ومع فارس وصبر النهاردة. الله سعيد جدا ان انا موجود معكم. كل سنة وناس كلها طيبة. ويا رب ان شاء الله يبقى شهر رمضان ووش وخير على جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يوم السبت نحقق نتيجة نظيفة. فوز نظيف. مهم جدا بإذن الرحمن. نطلع من هنا بفوز نظيف. اي ان كان واحد صفر اثنين صفر. نطلع بفوز نظيف. ان شاء الله. نقدم مباراة طليق باسم النادي الاهلي. الوقت يسمح بان نبقى فيه المباراة. اكيد موسماني والجهاز الفني شغالين بشكل جيد. سواء نظريا او في الملعب مع اللعيبة. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. كل ما انا اتمنىه. والتوفيق للعيبة بإذن الرحمن. وبإذن الله نعمل نتيجة يا جباية ونتجوز الرجاء بإجهد الله. يا رب ان شاء الله. هنبورتونا وشرفتونا ودائما منوارين في بيتكم بقناة النادي الاهلي. عندنا كمان بعد الفاصل نجم كبير. الكابتن محمد حشيش هيكون متواجد معنا هنا في قناة النادي الاهلي. هنتكلم عليه كمان. هنتكلم معاه على طبعا مباراة الرجاء والنادي الاهلي. كمان هنتكلم معاه على طبعا الادارة الفنية الجديدة لمنتخبنا الوطني الاول لكابتن ايهاب جلال. خلوكم معنا مع الكابتن محمد حشيش بعد الفاصل. شهر رمضان المبارك في مصر الحبيبة. حيث العادات المتجذرة في التاريخ. والتقاليد الراسخة في الوجدان. والتنوع التقافي في التفاصيل. ما ينعكس بشكل جلي على طقوس التعبد وموائد الافطار. ما ان يقترب موعد شهر رمضان المبارك. الا وتظهر حياة مختلفة. نابضة في مصر. فينطلق الجميع في استعداداتهم للتجهيز. لاستقبال هذا الشهر الكريم. حيث تشهد الشوارع التزيين والتنظيف. وتتمسك العوائل المصرية ايضا وبشكل يومي خلال الشهر الكريم. بعادة اخراج وجبات افطار تقدمها لموائد افطار الصائمين. المنتشرة في عدد من المساجد والجوامع والشوارع والميادين. ويقضي المصريون وقتهم بعد الافطار بقضاء الشعائر الدينية. وجلسات الاحاديث والتسامر. والتسلية. ومشاهدة المسلسلات ومباريات كرة القدم. اللعبة الاكثر شعبية. كما يقوم بعض الشباب بزيارة الاندية ومراكز الشباب. وتنظيم دوري رمضاني. عادة ما يجمع بين الفرق الشعبية. ويرى بعض المتخصصين ان ممارسة الرياضة قبل الافطار بمدة بسيطة. تعمل على زيادة كفاءة الجسم. لشهر رمضان منزلة عظيمة. فهو شهر الانتصارات الكبرى في تاريخ الاسلام. ففي ايامه وقعت اكبر المعارك واعنفها. وحقق فيها جند الله اروع الانتصارات. اهلا بحضراتك وبرحب بحضراتك وبرحب بنجمينا النهاردة. نجمي من نجوم النادي الايلي وكابتني على المستوى للشخصي. دايما بنستمتع بقراءه الفنية. كابتن محمد حشيش. كابتن محمد منورنا. وكل سنة حضراتك طيب. انت طيب. انت طيب الله يخليك. سعداء جدا بوجود حضرتك معنا. واكيد بنستمتع دايما بك على شاشة قناة النادي الاهلي. وفي رمضان اكيد النادي الاهلي داخل على تحدي كبير جدا. عايزين بقى نعرف حضرك شايف. الاجواء بتاعة مباراة الرجاء ازاي. حضور الجماهير. مباراة المصري هل لا تأثير ولا لا. حابين نعرف كل ده من حالة. طيب. هنمسك الحضور الجماهيري ده طبعا ده حاجة أساسية. يعني لازم فيه حضور جماهيري كبير جدا جدا هنا. لان المباراة الاولانية اللي موجودة في مصر مهمة جدا. لان النادي الاهلي هيروح يقابل هناك جمهور كبير جدا جدا. وده نقطة القوة اللي في الرجاء. فلازم يكون فيه تشجيع ودعم جماهيري كبير. واعتقد يعني موضوع بقى كورونا والحاجات دي خلاص. ما تقلقش على جمهور الاهلي. المدرد حيتراب. بالزبط. والعشرين بتوع النادي الاهلي بمئة ألف الحياة. ده في المقام الاول. طبعا المباراة طبعا مباراة صعبة. كل طبعا غير دوري المجموعات. وفيه فرصة انك يعني تعديلت في ماتش ممكن. او خسرت نقط في ماتش ممكن المباراة التانية تقدر تعوض. ده طبعا اقصائي خروج المغلوب. بتقابل فرق قوية. عندها تاريخ زي ما قلنا. وعندها جمهور. فلازم النادي الاهلي يركز. تأثير مباراة المصري. ما اعتقدش لها تأثير على لعبة النادي الاهلي. لان النادي الاهلي بيقفل الصفحة على طول. وبيبدأ الصفحة اللي بعدها. وبعدين بطولة. غير بطولة الدوري. بطولة الدوري لسه طويلة. وفيها التعويض وفيها حاجات كتير. الدوافع كبيرة للنادي الاهلي. للعيبة وللجهاز والمجلس الإدارة. يحقق والتالتة ان شاء الله على التوالي. ان شاء الله. فيعني اتمنى اللعيبة بس تبزل الجهد الكبير. لو هبس هرجع لمباراة المصري شوية. يعني انا مش طبعا مش عايز اقول بقى النغمة بتاعة الاجهاد والقصة دي. لان فيش اجهاد. ان دي الاهلي خد فترة راحة. ثمانة ايام كبيرة جدا. لمعظم اللعيبة. يمكن هي لعيبة بس المنتخب اللي كانت عندها الاجهاد. واعتقد ان المسلماني خلال مبارتين الاتحاد والمصري ريح. يعني شفنا اللي بدأوا في الاتحاد. وبعدين حمدي فتحي وهكذا. يعني عمل تبديل وتوفيق. ادل يريح بعض اللعيبة اللي هي مجهدة قوي بتاع المنتخب. كذلك برضو احنا لازم نقول ان في بعض اللعيبة زي ما بنقول على بعض اللعيبة مجهدة هاني. في بعض اللعيبة محتاجة مباريات. لعيبة خارجة من اصابة عايزة مباريات عشان ترجع على مستوها. زي مثلا طاهر محمد طاهر. وزي حسين الشحاد. فيه لعيبة عايزة تبقى في الملعب اكتر من كده. زي ميكي سوني. طبعا وبرستاو. عايزين برضو. مباريات كريم برضو. محتاج بعض المباريات برضو. عشان يجيب مستوى اللي هو انتقل من خلاله للنادي الاهلي. اهم حاجة فيه المباريات طبعا يقدر يوصل ليه التشكيل المناسب. لان يمكن اللي اثر على اداء خلال مباريات الاتحاد والمصري. وهم مش مش ببعيد عن بعض قوي في الاداء يعني. طبعا ده مكسب وده خسارة. ان ما كانش فيه نتيجة للتغييرات دي. ما كانش فيه انسجام شوية بين اللعيبة. المباراة الاخرانية بتاعت المصري بالتحديد. انا بقول انه كانوا بيقابلوا فريق. مصر من اول دي على ان هو يعمل نتيجة كويسة مع النادي الاهلي. مذاكر كويس. او معهم مدرب مخترم. عايزين يعملوا حاجة ونتيجة قوية مع النادي الاهلي. دايما مباراة النادي الاهلي والمصري بتبقى صعبة شوية وفيها حماس زايد. لعبة بزلت اقصى جهد بتوع المصري بصراحة. بحييهم على الاداء بتاعهم. شايفين لأول مرة فرقة بتلعب النادي الاهلي من اول دي بتضغط على النادي الاهلي من قدام. ده حقيقة طبعا المحدش بيقلل من قيمة او مجهود النادي المصري. لكن في اعتقاد الشخصي كانت التأثير شوية من فرقتنا. طبعا. لو فرقتنا في حالتها طبيعية. اعتقد كانت نتيجة هتتغير. عايزة اخد من ده وسأل لك كابتن وانت كنت لعيب كبير وكان عندك مشوار طويل مع النادي الاهلي. ساعات قبل المباريات المهمة. مش حولك بتكون الهزيمة نفرح بها. لكن بتكون تفويئة كده. يعني الاداء في الشوت التاني امام الاتحاد. ما كانش بالمستوى هزيمة امام المصري باداء سيء. هل دوت لازم يكون جهاز انظار للعيبة والجهاز الفني. ممكن جدا يكون دوت زي ما بيقولوا بلغة الكورة كده تفويئة علشان من تدخل على مشوار طويل. وبالتالي ممكن ده يديك دفع اقوى واسرار اكبر وعزيمة اكبر في المباراة. ده كلام مظبوط يا كابتن هاني. وتأكيد لكلامك ان مسيماني تاني يوم على طول لما عمل التدريب اللي بعد الماتش بتاع المصري. قعد مع اللعيبة واكلم معهم جامد جدا. وخاص بعض اللعيبة بالكلام. ان الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي. ليه البطولات المتدخلة. وفي نفس الوقت برضه. عشان هو برضه يعني يشوف ويبصوا كويس. ويقرر مين اللي هيستمر معايا. ومين اللي هيطلع اعارة. ومين اللي هيكمل. وإيه المراكز اللي ممكن يفكر. يبقى فيها تدعمات. فهي زي ما انت بتقول تفويقة كويسة جدا من مسيماني. وجدت طبيعية. وجدت في خلال مباراة مباراة الدورية. تكون كمان الجهاز الفني نفسه. كمان المدير الفني دايما دايما كمان يا فارس. لما محتاج ترتيب أفكاره. يرتب أفكاره. ممكن جدا يكون مرتب فكرة معينة. الفكرة معينة دي. ما مشيتش بشكل كويس. ممكن جدا يجدد من أفكاره. ممكن يرجع تاني لجزء معين من التاكتك بتاعه. وكان شايف ان هو استغنى عنه. ممكن يرجع له تاني. فكلها ترتيب أوراق بشكل مميز. وطبعا خمس ستة أيام. أكيد هيفرقوا من نواحي البدنية لصالح النادي الأهل. مليون في المية. مليون في المية. زي ما احنا بنقول اللعيبة بتبقى مش في حالتها. ممكن يكون المدرب مش في حالته برضو يوميها. نتيجة الاختيارات مثلا تشكيلة لطريقة معينة. ما كانتش تناسب فريق فريق المصري. فريق المصري زي ما احنا قلنا كان محضر كواس قوي للمباراة. ممكن احنا ما كناش محضرين. ممكن يكون بعض اللعيبة عنهم على المباراة اللي بعدها. اللي هي في رأيي طبعا الأهم في بطولة تانية مع منافس قوي زي ما قلنا. خروج مغلوب. فده كان ممكن واخد بعض التركيز. ممكن بعض اللعيبة حاسة انها دي. بس يعني محطة للأهم. فكل كلام ده طبعا هيبقى في الحزبان خلال الفترة اللي موجود لغاية المباراة ان شاء الله. يبقى فيه لم للعيبة. يبقى فيه تحضير كويس قوي. قراءة لفرقة الرجاء كويس قوي. عشان يقدر برضو ان هو يعني يبدأ مباراة كويسة. لعب كورة. ويحسس برضو بفرقة الرجاء. ان انا انا بلعب على ارضي. بس انا بطل افريقيا. ان شاء الله بإذن الله هعمل نتيجة كويسة. ومش فارق معي المباراة اللي هناك. لازم الانظار يبقى موجود من هنا. ومعتمدش على ان اقول ايه. الدور ده 180 دقيقة. فاحنا ده الشوط الاولان وشوط التاني. لا. انا في الشوط الاولان لان في بعض المداربين بتلعب على الشوط التاني. في الحاجات دي هتبقى مش مش صح. لازم بش. انا اخد من كلام حضرتك. وعلى مستوى الدوري ابطال اوروبا لسه كان مفاجأة طبعا. ده انا شايف. بعد التعادل واحد واحد امام بياريال. وكان نتيجة واحد سفر. حتى بعد البايرن ما تغلب في اسبانيا واحد سفر. كل الناس قالت لك لا. ده كده كده البايرن. وبالتالي الحسابات طبعا بتختلف بشكل كبير جدا. وزي ما حضرتك بتقول ان المكسب الكويس. ان شاء الله بإذن الله يمسك. برياحك بشكل كبير. وبيوتر كمان المنافس. من يوم في المية. كسباني اثنين. ورايح. اعتقد كمان على مستوى. بتقدر تحضر كويس. ما بتبقاش نتيجة لقد درار نتيجة مش كويسة هنا. انك تبتدي تغير من التكتيج بتاعك. ممكن يكون حاجة غريبة على الفرق. لا ده انا مكسبي هنا. خليني زي ما انت تقول تألعب برياحية هناك. وخلي المنافس هو اللي يغير من تفكيره. في البطولة الاخيرة. كابتن محمد حشيش كنا يمكن. بيبقى غريب شوية على المشاهد او المشجع. ان هو يسمع ان قد يكون المدير الفني عارف في المباراة دي ايه الافضل. ولكن هو ما عملوش لدوافع تانية. ويمكن ده استشافناه شوية من تصرحات مصيماني في المؤتمر الصحفي. ان هو كان يمكن عنده حاجات تانية عايز يعملها في مباراة المصري. ولكن كان المباراة الرجاء والتحترات ليها تمنعه من ده. ممكن انا في رأيي ان كان تحديدا بيشل فكرة اللقب بحمد فتحي والسلاسي. كان محتاج يوفر حمد فتحي لمباراة الرجاء. اولا هل حضرتك شايف ان حمد فتحي هيشارك امام الاتنين قلبات دفاع ده سؤال. تاني حاجة لو هنلعب بالطريقة دي. هل حضرتك بتفضل يكون موجود من السلاسي الامامي. ولا السلاسي الامامي فيه تصور معين عند حضرتك لي. لو حمد فتحي يلعب قدام الاتنين سنتر باكس. طبعا انا يعني وجود حمد فتحي قدام الاتنين المساكين بدي اريحية كبيرة قوي. جدا. لخط الظهر بالكامل. والاجناب كمان. انت المباراة اللي هنا. انت المفروض تبقى مباراة هجومية بالنسبة لك. الدافع الاول هو المكسب المكسب المكسب. فانت لازم عشان تكسب لازم يبقى عندك قوة هجومية. القوة الهجومية بتجي من اساسا من الاطراف. لان لو اعتمدت على بلاي ميكر بس مع حد بيجري في مساحات مثلا زي محمد شريف. مش هينفع. انت لازم تستغل كل نقاط القوة اللي عندك. نقاط القوة في النادي الاهلي بتعتمد في الاساس على البكين. الاطراف. ايا كان اللي حيبقى موجود طبعا معلول او. ده اللي حصل مع الهلال السعود يا كبت. بالزبط كده. فانت عشان الاطراف بتاعتك تبقى زي ما احنا بنقول بلغته كرة طايرة على طول. وده المفروض. ومن اول المباراة لازم يكون فيه تأمين دفاعي كويس قوي. فوجود حمد فاتحي ثابت في المنطقة دي. بدي اريحية حتى لنص الملعب. ان يبقى فيه تحرر. يعني اتنين كمان بتوع نص الملعب. لو هيلعب بتلاتة. سولية وديانج. هدي فرصة. هدي فرصة كويسة قوي. للناس دي. حد من هم لازم يتحرك. لان مش هنعمل زي الماتشاط. او زي المنتخب. ان التلاتة فلات واقفين. هنيجي المنتخب. اه يعني انت فاهم ازاي. فلازم يبقى فيه. طبعا مجدي قفشة. وجوده مهم جدا. حتى في الطريقة دي. حتى في الطريقة دي. انا في رأيي ان مجدي. لازم يكون موجود. او طبعا البديل بتاعه شوية. مع تغيير المراكز. احمد عبدالقادر. لازم يكون موجود. لان حد لازم يقف على الكورة. الاتنين اللي في النادي الاهلي. اللي بقفوا على الكورة. هما مجدي قفشة. واحمد عبدالقادر. انت محتاج في بعض الاوقات. لان برضو الفرقة الرجاء هتيجي. هتأمن دفاع كويس. او اكيد هتلعب على المرتدات. حضرتك عليه. هو وارد جدا. انك تستغل الاطراب بشكل كويس. لكن مع الوقت المباراة. ممكن جدا. مدير الفني يقفلك الاطراف. لازم يكون عندك الحلول البديلة سريعة. يعني لازم تشتغل على مناطق كتيرة. وزي ما انت قلت. مثال كويس. او كان مباراة الهلال السعودي. كان فيه. كان فيه. عندك. عندك كسافة عددية بالنسبة للاطراب. بتشتغل بها بشكل كويس. وعندك كمان. انت ميزة النادي الاهلي انك ممكن تشتغل من العمق بشكل كويس. صحيح. فوجود احمد عبدالقادر او. افشة. ضروري للحطة دي. لو اللي اجنابه اتقفلت. لا انا عندي كمان حلول. حلول كرات بينية بشكل بشكل مباشر. كمان فيه نقطة مهمة هاني قوي. المطش ده محتاجه. انا في رأيه يعني. ان لازم النادي الاهلي يبقى رتمه اسرع شوية. يعني انت هتلاعب فرقة في تكتل دفاعي. فموضوع التحضير الكتير ده. هو عايزك تحضر. هو يديك الاستحواز. يعني الف به. هو عايز الوقت يعدي. والنتيجة طالما هي. السفر السفر هو ماشي الحال. فلازم انت يبقى عندك الرتم سريع شوية. لان مع التكتل الدفاعي ده. تستغل الاخطاء. مثلا بص غلط في نص الملعب. لازم بقى فيه رتم اسرع. انما هتبتدي من تحت. نص ملعبك تقريبا هيبقى فاضي. محدش هادلت عليك. اعتقد يعني. من قدام. لازم يبقى فيه الرتم اسرع. ولازم كرة تتنقل بسرعة. اللي بيجيد النقل السريع. هو صنع العلعاب. مش اي حد تاني. لان مهما كان الديفندر. بيبتبقى كراته يعني معظمها عرضية. مش في العمق. انت محتاج واحد. وينزل حد يستلم الكرة. ويلعب في المساحات الفاضية. ولازم يبقى فيه تحركات كثيرة جدا جدا. بالنسبة للخط الفرود. والناس اللي بتكمل من نص الملعب. لازم يبقى فيه تحركات كثيرة جدا. تعمل خلخلة في الدفاع المنافس. انما لو هتلعب اللعب التقليدي. استحواز وتنقل من الشمال. وترجع والناحية تليمين. مش هينفعل. لازم الكرس تبقى أسرع من كده. طيب كابتن. شفنا في الفترة الأخيرة بيرت ستاو أحيانا بياخد كمهاجم. أحيانا بيكون جناح. ومحمد شريف بيلعب بشكل مباشر كمهاجم. في المباراة زي دي. هل يكون فيه تفكير. طبعا حراك اتكلمت في اختيار ما بين أفشا وعبدالقادر. خصوصا ما يلعب بتلاتة. طيب على الجانب الآخر. حسين الشحات. و بيرت ستاو جناح. ولا ممكن نشوف بيرت ستاو كمهاجم. خصوصا في حتة خلق المسيحات اللي حراك بتتكلم فيه. بص أنا أنا في رأيي المباراة دي بتاعت محمد شريف. محمد شريف عنده سرعات. عنده جنب كويس قوي. يمكن بتماز على بيرت ستاو في الحتة دي. موضوع الجنب بتاعه ممكن من خلال الكور العرضي. لأن بيرت ستاو ما بلعبش بدماغه. فانت محتاج برضو حد يدايق الاتنين المساكين عشان بتاخدوا الكورة. السقطة أو الكورة. التانية ممكن عندك ناس بتشوت من بره كويس. عندك السلية. عندك أفشا. عندك ديانج دلوقتي بشوت عايز يركز بس شوية في وضوع شوت. فانت محتاج محمد شريف محمد شريف بيجيد برضو التحرك في المساحات. يمكن بيختلف عن بيرت ستاو برضو. بيرت ستاو بيحب ينزل من تحت شوية يستلم. وياخد الكورة ويلف وكده. محمد دايما بيروح له قدام. انت محتاج دايما في المباراة دي. اللي انت عايز تحرس فيها. ده في الناس راح أتجون على طول. يعني لازم تحسس الخصف. انك متواجد عنده على طول. وفي خطورة عندك. على الأقل لازم هيوقف الاتنين المساكين معاه. طبعا حسين شحات. في الملعب برضو له خلال الفترة اللي فاتت عنده حتة كويسة. او كمان ما بيتصرعش في الكورة. بيتقل على الكورة كويس. او دي محتاجة مع المباراة دي. فحسين شحات مقد مردود كويس. هو لازم مسلمان يبقى يعمل التوليفة الصح. اللي هي هتقدله الكلام اللي احنا قلناه اللي فاده. صحيح. طبعا التوليفة طبعا والإدارة الفنية أكيد مهمة جدا. وكمان أدوار اللعيبة ان شاء الله تكون أدوار مهمة جدا جدا. ان شاء الله كل التوفيق للنادينا. هنطلع فاصل سريع. ونرجع بقى ناخد رأي الكابتن محمد حشيش في مستقبل القرى المصرية. وتعيين الكابتن إهاب جلال. مدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الأول بعد الفاصل. ان شاء الله مواجهة طيبة. والنادي الأهلي هو بتاع الماتشات الصعبة. الأهلي قادر بإذن الله على أن يفوز أكثر من جنين. والرجاء بالنسبة لنا احنا حفظينه وعرفين طريقة لعبه. وان شاء الله نوفقه حنكسب بإذن الله. ان شاء الله نكسب الماتش اللي جاي بإذن الله يوم السبت ويبقى في تطور أحسن من الماتش اللي فات. شد حركة رجالة والماتش ان شاء الله بقى بتاعنا. والبطولة بإذن الله تبقى بتاعتنا. ونقول للأهلي ان شاء الله رب العالمين مع مواجهة الرجاء بإذن رب العالمين ان شاء الله هيكون هو المكسب دايما حتى نحن بنبوصل دايما للتريح مع مع الأهل والرجاء، ستجد أن مواجهات الأهل دائماً مباشرة، ويكون دائماً كذبانة. نحن متعودين من الأهل، الذي هو في المواجهات الكبيرة، عموماً يعني هيبقى كويس وحيبقى ندى، وإن شاء الله سنكسب. إن شاء الله بإذن الله يكون موافق بإذن الله ويكون المطش جميل جداً. وإن شاء الله بإذن الله يبقى كويس ويحقق نجاح بإذن الله كويس. نحن دائماً واسكن فيهم، وهم يتعبوا بصراحة ويعملوا عليهم. فأي أن كان حتى النتيجة، إحنا ما بنزعلش ودايماً معاهم ودايماً هندعمهم. أكيد طبعاً تبع صعبة عشان تبقوا مباعي على أردنا، فتلعودة عندهم عندهم في المغرب، فتبع صعبة أكيد طبعاً. النجمة الحداشر ديت الأساس مش المطش ده، مطش الرجال شردت العقبة من العقبة، ولكن الأساس اللي عندنا واللي احنا واسقين فيه، النجمة الحداشر موجودة بإذن الله، طول ما وعندهم إيمان أنهم سيأخذوها، زي كل سنة وده متعودين علينا. إن شاء الله نكسى بمبارات وأصعبة شوية، بس إحنا واسكنين في لعبتنا إن إحنا بإذن الله هنكسى بيه. إحنا بنسك في لعبتنا النهاية رجالة، بس ياريت نلعب كل المتوشة بنفس أداي المتوشة كبيرة، يعني ياريت الكلام ده يوصل لبيتس موسماني، نكسب الفرق بره وجوه على ملعبنا بره ملعبنا، وإن شاء الله نعمل أداة كويس، وإن شاء الله اللعبة تبقى أدل المسؤولية بإذن الله. طبعاً الحمد لله يعني متفقلين جداً، وده طبيعة جمهوري النادي الأهلي دايماً دايماً في ظهر فرقتنا، ودايماً بتسندهم حتى في الأوقات الصعبة، مش أقول عليها صعبة أول، لكن دايماً كل هزيمة يا فرس، إحنا بنحس بيها، وإحنا كنا لعبة النادي الأهلي وكابتن محمد حشيش، بحس لا، دي ظروب صعبة مجرد أن تتغلب ماتش، وبالتالي يعني فيه دعم كبير جداً، وأكيد هنشوف عشرين ألت متفرج موجودين، غير طبعاً الملايين حوالين الشاشة يعني. الجمهور بتاع الأهلي يا كابتن، نفس شعور اللاعبين، يمكن بفتكر في فترة الستينات من 62، النادي الأهلي غاب عنه بطولة الدوري، ومع عودة استقناف البطولة والمسابقة في موسم في السبعينات، كانت مباراة شهيرة للنادي الأهلي، كتب عنها في الأهرام أن جمهور النادي الأهلي وقتها سجل رقم قياسي في الحضور، وكان وقتها النادي الأهلي ما بيخدش الدوري من 62، ففعلاً جمهور النادي الأهلي وفكرة على الحلوة والمرة معاه، مش مجرد شعارات في تاريخنا، فإن شاء الله بإذن الله الجمهور ده يفرح كبتن، وبعدين عايز أقول كمان أن الجمهور ثقته كبيرة جداً في اسم النادي الأهلي، وفي لعيبة النادي الأهلي وجهازه ومجلس الإدارة، فإحساسه أن النادي الأهلي يعني ظروف ماتش أصلي، يعني إحنا عايزين نقول برضو يا جماعة ما فيش حد فريق في العالم، بيكسب ماتشات كلها، لازم بتبقى فيه كبوات وفيه نتيجة للظروف معانا، أنت ممكن تعمل ماتش كويس قوي، وكورة ملطوشة من آخر الدنيا تجد تطلع خسران، فصحيح الأداء ما كانش على المستوى المطلوب، كما قلنا في خلال قبل الفاصل، إن دي ظروف ماتش، ودايما الماتشات المهمة قوي بتبقى اللعيبة برضو، يعني جزء من تفكيرها رايح للبطولة الأهم، والماتش الأهم، كل واحد بيتمنى طبعا التواجد فيه المحافل الأفريقية، وماتش أفريقي زي ده، فبيبقى خايف برضو يتصاب، خايف يجي له شد ما يلحقش، فممكن كل الكلام ده يؤثر على العيبة، إنما العيبة أنا متأكد إنه الماتش ده تنسى خلاص في النسيان، وبدأ إن شاء الله تركيز أكيد من بعد الماتش على طول، للمغارة القادمة يعني، إن شاء الله، كابتن عايز أخد رأيك في طبعا النهاردة كلنا تابعنا، تعيين الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخبنا الأول، رأي حضرتك؟ والله بص أنا يعني، اتحاد الكورة بعد الخروج من طبعا تصفات المونديال من السنغال، كانت كل التصريحات بتقول إنهم يعني مصرين، وأنهم يعني كيروش باقي في المنتخب، خلال الفترة اللي فاتت اللي هي الصغيرة دي، الدنيا رجعت تاني وتقلبت تاني، وابتدت تفكير في المدرب المصري، هو أنا بالنسبة لي يعني طبعا كابتن إيهاب جلال، من المدربين طبعا المحترمين في الدور المصري، وغيره كمان مدربين كويسين اللي كانوا مرشحين، بس هي الفكرة مش مدرب مصري ولا أجنبي، هو أهم حاجة من الاتحاد، لازم من الاتحاد يطلع يتكلم ويقول لنا، أولا غيروا رأيهم ليه في استبعاد كيروش، لازم الناس تعرف، وفي نفس الوقت جايبين مدرب مصري برضو ليه، واختيارهم ده بناء على إيه، والأهم من ده أنتوا عايزين من أي مدرب سواء أجنبي أو مصري، المرحلة اللي جاية إيه، يعني هل المدرب اللي جاه أو كابتن إهاب جلال، جاي عشان فاضل شهر ونص على التصفيات الإفريقية، بتاعت الأمم الإفريقية، ولا الخطة محطوطة لـ 26، لكاس العالم، عايزين نعرف لأن ده محتاج أو ده من أهم الأسباب أو التقييم للمدرب اللي جاي، هل أنت عايز تعمل فرقة لـ 26، بغض النظر بقى مرورا بكاس الأمم، أنت عايز تاخد كاس الأمم أو ما تاخدش بصص الحاجة الأهم، أنك تبقى موجود في كاس العالم 26، بقى ريحية، ما تبقاش بمحض الصدفة، لأن إحنا فترة كبيرة جدا، ما رحناش كاس العالم، وحتى المرة اللي رحنا فيها الأخيرة، كانت برضو بالعافية، ومفيش حاجة مدروسة، ومفيش أسس، أنت ماشي بيها، كاس العالم بعد أربع سنين، في قوام المنتخب اللي موجود دلوقتي، فيه لعيبة كتير ممكن موجودة، صحيح، فهل الرجل اللي جاي ده، أنت جاي عشان تبني من دلوقتي، لـ 26 تعمل بقى منتخب قوي، مرورا بقى بالأم الأفريقية والكلام ده، ولا أنت، لأنه هتقابل الاثنين أم أفريقية، ولا أنت جايبوا يلحق الفترة اللي جاية، لو جايبوا يلحق الفترة اللي جاية، يبقى ما عملناش حاجة، هنرجع تاني في الدوامة بتاعت قبل كده، نلحق قبلها، وده الأنسب، عشان عارف اللعيبة، ولسه هنجيب واحد هيقول، ده أنا لسه معرفش ناس، ولازم مش عارف جهاز المعاون، هو اللي هيعرفني، وأنا لازم أبص على الدوري، يعني لازم الأمور تبقى واضحة، ما فيش حاجة اسمها في الدنيا، أن أنا اخترت فلان، أنا من حقي دلوقتي، كمشجع للكورة، وبشجع منتخب بلدي، أن أنا أعرف اتجاه الناس الفترة اللي جاية، الراجل المطلوب منه إيه؟ يعني مطلوب منه، زي ما بقولك كاس علم، يبقى أنا مجيش بقى كهربو، من أول مباراة للتصفيات إفريقيا دي، ما قول ده وحش وطلقة، وما ينفعش وغيروا ويعملوا، لازم أبا مهند، مهم وحرجع لنقطة مهمة جدا، يا فارس، مهم أن الناس تعرف، يعني على سبيل المثال، هرجع لتجربتي مع جيري، أنه هو الناس قاعدوا معنا، وقالوا لنا، أنتم ملكوش دعوة بأمم أفريقيا، دي في السكة بالنسبة لكم، وإحنا هدفنا كاس العالم، وبالتالي بدأنا نشتغل على الأساس ده، وبدأ الناس، علشان ما تعرفش، ومش، المعلومة مش وصلة إحنا جاية ليه، بدأ في فترة من الفترات يا فارس، ينتقدون عشان ما بناخدش اللعيب، مثلا، اللي عنده ثلاثين سنة، بدأت أجيب محمد محمود، لعيب النادي الأهل الدولي، بدأنا نجيب اللعيبة الصغيرة، عمار حمدي كان موجود معنا، محمد محمود كان لسه عنده عشرين سنة، بدأت الناس تقول لهم الناس دي بتعمل إيه، فمهم جدا يا فارس، أنه زي ما بقول تاني، أنه لازم الناس تعرف أنتم بصين على إيه، في خطة محتوطة، الكابتن إهاب جلال جاي لخطة كذا، أو لمدة كذا، ومش عيب، أنك تشتغل لمدة أربع سنين، يا ريت نشتغل لأربع سنين، لكن الأجمل من كده، وحاجة لحضرتك في النقطة دي، أنه إحنا علشان نعمل ده، ما أنت لازم تبني من تحت الأول، يعني منتحباتك بتقول كذا العالم ستة وعشرين، فيه لعيبة كتيرة مش موجودة، تربط بالمنتحب الأولمبي، ومنتحبات النشيين، إزاي بقى هتعمل أنت المعادلة دي أصلا، النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها، وده هي الأهم، عشان كده أنا بدأت كلامي بأن إحنا، يعني إحنا عايزين إيه من الراجل اللي جاي ده، لأن التصور اللي إحنا عايزينه ده، حيتبني عليه حاجات تانية، ما هتعرف تحزبه، حيبتدي أفارس أنك تأهل الناس كلها، الراجل دي جاي عشان كس العالم، حصل تعصره في الفترة بقى المشوار ده، ما بقاش في ضغط، تأهل الإعلام كله، لأنه محتاجة مساندة إعلامية، ما تبقاش إنت في اتجاه، والإعلام في اتجاه تاني، عشان ما حصلش رغبطة، ويؤثر على اللعبة والأجهزة، كذلك إنت لو هتبص أنك بتكون جيل جديد للكرة المصرية أو المنتخب المصري، أول حاجة هتفكر فيها هي المنتخبات، والمتخب الأولمبي بالتحديد، عندك متخب الشباب دلوقتي اللي هو هيكون منتخب الأولمبي لازم يتبص عليه بشكل كوي، مليون في المئة، وداية باعه كمان يا فارس، حاجة مهمة جدا بقى، أنت لازم تختار مدير فني، لو هتجيب مدير فني للاتحاد، اتحاد الكورة، اللي هو هيتولى موضوع قطاعات الناشئين، ومسابقات الناشئين، ومنتخبات الناشئين، كل ده، ولازم يبقى على تواصل مع الراجل اللي هو المدير الفني للمنتخب. ده أساس يا كابتن، هو دايماً، معلش يا فارس، أقول الكلمة لين، انت لك تتجرب وخبراء، يعني هو العلاقة ما بين المدير الفني للاتحاد الكورة، ومن المدير الفني لفريق الفريق الأول، دي علاقة ووثيقة، ما لهاش أي جدل، أنه لازم الاثنين دول يشتغلوا مع بعض بخط واحي، كان ماتية صمر، ده كان رئيس الاتحاد الكورة الألماني، الفني، علشان يعمل البلان دوت، ما عادش مع نفسه، لازم يجيب، طبعاً، ويبدأ يتكلم مع مدرب قطاع الناشئين، اللي هو مدرب منتخب الناشئين، ومنتخب الإلومبي، لازم توحد الطريقة، ما ينفعش أن منتخب الإلومبي بتاعنا بيلعب 3-4-3، والفريق الأول بيلعب 4-4-4-2، والأهم من كده فارس بقى كمان، تأكيد للكلام ده، أن أنت لازم تحط خطة كاملة للمنتخبات دي، ما تبقاش بالصدفة، حتى لو مفيش مسابقة قريبة، المنتخبات دي موجودة مستمرة، وفي منهم اللي بيلعب، فيه طبعاً الأندية الدوري المتازمة خلال الدوري، اللعيبة التانية لازم تبقى موجودة، ويبقى فيه تجمعات، لأن هي حلقة متصلة، مفيش حاجة، مش كل واحد شغل في حتة تانية، وبعدين ده هيغنيك، أن أنت تروح تتفرج على المطشي ده في الدوري، وتطور تتفرج، لا، ما أنت أنا عندي، ما حد بيعمل الدور ده، الدور ده، مدير فني اللي التحاد بيعمله مع المداربين الفنيين بتوقع المنتخبات، محتاجين شغل كتير يا كابتن، أوي، 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 طبعاً، إنما في الحقيقة، كابتن حسام البدري في أحد اللقاءات قال، فنجادة جاء يقعد معي، لقيته بيقول كلام، قلت له أنا مش فضيلة، فحضرتك متكاين، أنا عايز أقول لك كمان يا هاني بقى، عايز أقول لك هاني، لو في إصلاح بقى الكرة المصرية سليم من البراعن بقى، لو عايز أنت تيجي تتكلم بقى من البراعن، كابتن بتتكلم على حتى مسابقات قطاع الناشئين، بتتكلم على البراعن، بتتكلم على قطاعات الأكاديميات، لازم يكون تحت رعاية الاتحاد المصري، لازم تتكلم على نقطة مهمة جداً كما يا كابتن، خلاف كل دوت، أنت بتتكلم على تأهيل المدربين، أنت لازم قطاع المدربين، يكون عندك قطاع كبير جداً من المدربين المؤهلين، علشان مش كل ما يجي مشكلة مدرب أجنبي ولا مصري، طب إحنا المصري قدامنا 2-3 بالكتير، لا، ده أنت لازم تبني جيل من المدربين، إنك عندك عندك، إن اتحاد الكرة دلوقتي عنده 50-60 مدرب، طالع من تحت متأهل بشكل علمي مميز جداً، لا، ده 2-3 يروحوا هنا، يا كابتن هالين عايز بس أقول كلمة سريعة قوي، إن أنت الإصلاح ده من زي ما إحنا كلنا متفقين، ودي حاجة علمية من قعدة، أنت ممكن تفرد على الأندية كمان كمدير فني الاتحاد، إن مش أي حد يدرب جهاز النادي الأهلي أو نادي الأمبي، لازم الراجل اللي يمسك ده يبقى عنده مؤهلات، إن هو يقدر يطلع ناشئ كويس بناميه بدنياً وفنياً، وبيطلع شخصية، تستحمل الضغوط بعد كده لما يبقى فيه المنتخبات، يعني هي صلح حلقة متصلة، ما ينفعش تصلح حاجة والحاجة التانية تنام عليها، قبل ما يفكروا يصلحوا الكرة يا جماعة عشان أنا في الموضوع ده، شوفوا الملاعب اللي بلعب عليها الناشئين، شوفوا الأدوات، شوفوا الأندية اللي مش لائية كذا، يعني بص دي عايزة 3-4 حلقات، صحيح كابتن، أكيد بنشكر حضرتك، وأكيد دايماً بكون سعيد إنه موجود مع حضرك، وأكيد كابتن هاني بكون سعيد كل حلقة، زي ما بتشكونا كل 3 في الأهلي في رمضان، طبعاً عايزين نقول لجمهور النادي الأهلي، إن الزمالك تعادل مع فارقه في الدوري، صفر صفر في وجود الحكم محمد عادل، وطبعاً ده بيدي كمان راحة نفسياً، إن النادي الأهلي عنده مباراتين لو كسبهم، يقدر يفرق بخمس نقط، وكمان مبارات الرجاء بننتظر من النادي الأهلي، إنه دايماً زي ما عودنا يقدم الأداء المستحيل، لأن النادي الأهلي هو أصلاً اتواجد عشان يعمل المستحيل، البطولة التالتة على التوالي، لم يصبق الأهلي أي نادي نحققها، ولكن دايماً عهدنا إن النادي الأهلي يفعل كل ما هو جديد، نشوفكو التلات القادم والأهلي في رمضان.